صباح الخير عليكم يوم جديد النهاردة الجمعة أجازة بداية الويكند أو جمعة وسبت الأجازات اصحوا بدري بقى وتفرجوا علينا في هذا الصباح وانزلوا استمتعوا بالجو والشمس النهاردة واضح إنها قوية والجو صح ونشاط بقى في الأجازة كده اللي عايز يفضل عاعد في البيت لغاية الصلاة وينزل بعد الصلاة اتبسطوا النهاردة يوم أجازة وأجازة سعيدة عليكم يا رب أهلا بيكم زي ما وعدتكم بارح هكون موجود معاكم في هذا الصباح تلات يام في الإسبوع خميس وجمعة وسابت من تقريبا للساعة سبعة ونصف صباحا للساعة عشرة تلات يام في الإسبوع مكان زملتي العزيزة إيمان لحد ما ترجع لنا مرة تانية لمكانها هنا في الستوديو وسط أسرة أكستر نيوز وبنبارك لها مرة تانية وتالتة وربعة هي وزملنا أحمد حسين على البيبي الجديد مبروك مجالكو ألمه النهاردة عندنا فقرات كتيرة ومتنوعة نتمنى أنها تنال رضاكو وإعجابكو معانا فقرة عن الرياضة المصرية وتحديدا كاس مصر ودور الـ 32 وحيشرفنا في الستوديو الأستاذ وليد الحديدي كمان هنتكلم مع ضفنا في الفقرة الأولى الأستاذ عبدالجواد إبراهيم عن الفيلم التسجيلي اللي تم عرضه خلال النادوة التسقيفية الـ 29 للقوات المسلحة وكان الفيلم عن أهم القرارات المصيرية اللي تم اتخاذها في تاريخ الأمة المصرية طبعا هنستعرض كواليس الفيلم وأبطاله وبداية الاتفاق على عمل الفيلم وتصويره هنتكلم عن كل تفاصيل الفيلم وكمان هنتكلم مع حضراتكو على النادوة التسقيفية الـ 29 وأهم ملامح الخطاب اللي ألقاه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الندوة نبتدي معاكم أخبارنا بسرعة ونبتدي زي ما تعودنا دايما من الأرصاد الجوية وحالة الجو وخبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا أن النهاردة الجمعة حيسود تقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول ليل مائل للبرودة في آخره هنستعرض مع حضراتكو دلوقتي درجات الحرارة في بعض موزن ومحافظات الجمهورية موسيقى 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 أهلا بكو مرة تانية خلينا نروح دلوقتي لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التسقفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة اللي كانت مبارح والتي عهد خلالها الرئيس للشعب المصري بإحراص تقدم كبير في جميع المجالات وحدوث تغيير كامل في الدولة بحلول سنة 2020 الرئيس عبد الفتاح سيسي قال خلال الندوة العقدة تحت عنوان اكتوبر تواصل الاجيال بحضور طبعا الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة الرئيس الجملة كانت منتشرة جدا على السوشال ميديا ومنتشرة في جميع الاخبار والبرامج هي حواليكم دولة تانية خالص في 30 يونيو من العام 2020 يعني احنا بنتكلم في خلال سنتين من النهاردة تعالوا نشوف ونرجع مرة تانية مع حضراتكم الحكاية حكاية كبيرة جدا لانت مش هتتحل الا بارادة المصريين والعمل 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 والصبر غير كده يبقى احنا بنتحك عليكم ونقول لكم كلام اقول الله من تولتنا 30-26 ايوه 30-26 حواليكم بفضل الله بفضل الله دولة تانية دولة تانية رئيس عبد الفتاح السيسي تكلم كمان عن ان مصر لم تفقد الارادة بعد هزيمة 67 بعد النكسة وتم العمل بكل قوة على اعادة بناء القوات المسلحة مرة تانية واللي خلقت منها تفاصيل نصر اكتوبر العظيم ومهمة القوات المسلحة في حرب اكتوبر خلينا نشوف جزء من كلام الرئيس ونرجع لحضرتكم مرة تانية الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتاج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات بكل المعايير وبكل الحسابات ان الجيش المصري وكل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاعت 67 ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق اكبر هزيمة وبالمناسبة لا يمكن ابدا لا يمكن ابدا كان حدا حيديكو الارض الا بعد مداء تمن الحرب الحقيقة تمن الحرب الحقيقة في الوقت ده في الوقت ده كان الخسائر كتير وكان دي احد اهم الاسباب وانا بقولها دي الوقت بعد خمسين سنة واكتر احد اهم الاسباب اللي دفعت اسرائيل انها توافع على السلام اسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى او مصابين كانوا بالالفات وبالتالي ده كان بالنسبة لهم امر غير مستعد مش غير مستعدين لتكراره مرة تانية واذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قدر يعملها كل مرة يبقى القرار الاستراتيجي ايه هم القرار الاستراتيجي نحن نعمل سلام مع مصر نعمل سلام مع مصر ونديها ارضها ويبقى النهاردة الباب ده افلناه والخسار دي مش هتتكرر تاني كمان شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان المعركة لم تنتهي بعد بل ما تزال موجودة بمفردات مختلفة لان الحالة الاولى كان العدو والخصم فيها واضح وبين قدام عينينا محتل للارض اما الان فقد اصبح موجودا معنا وبيننا واستطاع القصوم من خلال الفكر المغلوط ان ينشئوا عدوا بداخل المجتمع المصري بيسعى لهدم المجتمع نتابع جزء من كلمة الرئيس ونرجع نكمل مع حضراتكم المعركة ما انتهتش المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة كان الاول العدو واضح والخصم واضح دلوقتي لا دلوقتي بقى مش واضح بقى معانا وجوانا واستطاعوا بالفكر استطاعوا بالفكر انه هم ينشئوا عدوا جوانا يعيش بقتلنا يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا بناء وعينا اللي انا باعتبره هو العدو الحقيقي الوعي المنقوس او الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا مش بس على مستوى النخب او المفكرين والمثقفين والاعلمين حتى على مستوى ناس اكبر من كده انه هم اذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي والحمايتها انه هم يدركوا السورة الكلية للواقع اللي احنا فيه احنا بنسمع كلام كتير مترتب وانا قلت الكلام ده قبل كده مترتب قوي لكن ما نجي نتكلم في تنفيذ نلاقي الموضوع بعيدة خالص عن الكلام المترتب ويا ما سمعت كلام مترتب في واقعنا ومستقبلنا خلال الندوة كمان كرم من رئيس عبدالفتاح السيسي عدد من ابطال حرب اكتوبر واحد ابطال مكافحة الارهاب في سينة منهم الفريق يوسف عفيفي قائد الفرق 19 مشاوة حرب اكتوبر واسم اللي هو اركان حرب باقي زكي يوسف وتسلمت درع التكريم قرنت وزكتو عواطف نجيب اسكندر كمان تم تكريم البطل المقاتل محمود محمد مبارك من محافظة اسيوت اللي فقد بصر وفقد نور عينيه في انفجار عبوة ناسفة زرحها الارهابيين في سينة في وقت خدمته في سينة في العملية العسكرية للقضاء على الارهاب في شمال سينة ترجمة نانسي قنقر اسم اللي هو اركان حرب باقي زكي يوسف وتتسلم التكريم قرنته السيدة عواطف نجيب اسكندر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البطل المقاتل محمود محمد مبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كمان كان فيه كلام لسيد الرئيس عن الاقتصاد المصري في الفين الحقيقة ان الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة بيغطو خطوات وثقة للامام وبيتحسن من افضل لافضل في ظل قرارات وخطوات الاصلاح الاقتصادي الجريئة اللي اتخذتها الدولة والحكومة المصرية وده بشهادة مؤسسات وجهات عالمية متخصصة في الشأن الاقتصادي نشوف دلوقتي جزء من حديث الرئيس طبعا عن الاقتصاد المصري وكان كمان من ضمن ابرز واشهر المجلات اللي اتكلمت عن الاقتصاد المصري كانت مجلة الايكونوميست اللي ابرزت نتائج الاصلاح الاقتصادي في مصر واللي اتكلمت في ملحقها الاقتصادي عن تضاقل العجز المالي في مصر واستمرار انخفاض معدلات البطالة وده تحقيقا للبرنامج الاقتصادي وبعد ما تبدأ عائدات الضرائب وسياسة ترشيد الانفاق العام او الانفاق الحكومي في اظهار النتائج الكاملة كمان صحيفة الايكونوميست قالت ان الشعب المصري شاهد اثار الارهاب في الفترة الانتقالية وكيف تسببت في اضرار بالبناء التحتية والاستثمار والسياحة اللي هي قطاع حيوي جدا في الاقتصاد المصري كان بيجيب لنا عملة صعبة ما انه طبعا السياحة ترجع لسبع عهدها يتم تطوير البناء التحتية السياحية عشان السياحة يرجعوا مرة تانية ما يبقاش عندنا نفس الحاجات اللي موجودة بقالها سنين طويلة كمان كلام لسه في نفس الجريدة ان عودة الاستقرار والامن المصري بيساهم في تحقيق المزيد من النجاح على المستوى الاقتصادي المجلة توقعت استمرار انخفاض نسب البطالة بفضل مشروعات البناء التحتية اللي بتنفذها الدولة مع ترجع نسبة التضخم وزيادة النمو الاقتصادي اللي حيساهم في تخفيض اسعار الفيدة الرئيسية واستعادة الجنيه المصري لقوته في الوقت اللي بيرتفع فيه الاحتياطي من النقد الاجنبي وتقلص العجز التجاري نتيجة ارتفاع الصادرات والانخفاض الوردات ونتيجة ارتفاع الناتج المحلي من الوقود مقارنة بالعام 2017 طبعا ده بيأتي على رأسه او السبب الرئيسي ليه ممكن يكون حق لظهر وتحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي ودي كلها الاصلاحات اللي اقارتها الحكومة واقارها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان اعتبار البرنامج الاقتصادي الاولوية خلال فترته الرئاسية التانية بعد ما تمت عملية استعادة الامن والاستقرار في البلاد واتباع سياسة صديقة للاستثمار وقطاع الاعمال وتقلص الاجراءات اللي كان بيحتاج المستثمرين لاتباحها من اجل العمل في مصر كمان قلل ده الشكوك اللي كانت عنده كتير جدا من الشركات خلال الفترة الانتقالية اللي شهدتها مصر بعد صورة 25 يناير 2011 المجلة لسه كمان بنتكلم عنها وتوقعت العملية العسكرية لمكافحة الارهاب لتحسين مستويات الامن وتعزيز صورة مصر كمقصد سياحي واستثماري الايكونومست اشهدت بالجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مركز مصر الدولي وعلاقتها بالقوى العالمية واللي حافظ على العلاقات الودية مع دول كبيرة زي الولايات المتحدة الامريكية وكمان الاتحاد الاوروبي بجانب العلاقات مع روسيا والصين وعلاقات الصداقة القوية اللي بتربط مصر بالدول العربية وخاصة دول الخليج العربي وعلى رأسها الامارات والمملكة العربية السعودية كمان تكثيف التعاون مع السعودية في مواجهة التهديدات الامنية المشتركة من جانب الجماعات الارهابية واعلان المقاطعة العربية القطر من الربعية العربية سنة 2017 المجلة او الايكونومست بتوضح ان سياسة الرئيس السيسي الاصلاحية ليست فقط في مجال الاستثمار بل ايضا في قطاع الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع والطاقة والبناء المجلة ذكرت ايضا ان الاجراءات الاصلاحية اللي جات بعد قرض صندوق النقد الدولي اللي وصل على ثلاث شرائح لمدة ثلاث سنين بقيمة 12 مليار دولار سهمت في النمو الاقتصادي واعلان البنك المركزي عن هدف تحقيق نموه سنوي يصل الى 8% بحلول نهاية سنة 2019 بيتم من نتيجة زيادة العائدات الضريبية وتحويل الانفاق عن الدعم الحكومي الى الخدمات العامة زي الصحة والتعليم وتقليل حجم التضخم الايكونومستراصدت كمان دور حقل ظهر للغاز الطبيعي في توفير مورد هام في قطاع الطاقة المصري ساهم في خفض تكلفة واردات الغاز وتنامي الثقة في توفير العملة الصعبة للبلاد وهو الموضوع اللي شجع كمان قطاع الاعمال المصري انه يجزب استثمارات اجنبية للداخل المصري هنروح دلوقتي نشوف مع بعض مجموعة من المعلومات والارقام اللي رصادتها مجلة الايكونومست عن نجاح الاقتصاد المصري وتقدمه في الفترة الاخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان كده حيبقى معنا دلوقتي على التليفون الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي دكتور كريم صباح الخير و اهلا بك على هذا الصباح اكسرا نيوز صباح النور يا فندم اهلا بحضرتك و باستاذ المشاهدين كلها اخبار جيدة رصدتها لكارمست ارقام مبشرة تدعو لتفاؤل رجال الاقتصاد بس بصراحة دلوقتي لو حد قاعد بيتفرج علينا حيبقى شايف اه ارقام كويسة بس انا امتى هحس بدا وده اللي خلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلامه يطلب من الشعب المصري الجهد والعمل والصبر امتى الناس هتحس فعلا ان الاقتصاد والارقام دي بتعود علينا يا رجل يقولك انا بنزل اجيب كيلو الخيار او كيلو الطماطم بكذا امتى هحس ان هينزل خمسين قرش هينزل ربع جنيه هينزل جنيه امتى المواصلات هتبقى ارخص امتى المرتب حيبقى ازيد امتى حيبقى فيه انعكاس حقيقي للنمو الاقتصادي اللي احنا ذكرناه من مجلة الايكونومست على حال المواطن المصري طبعا انا عايز اقول ان الاقتصاد هو منظومة متفاملة وان النظرة التفاقلية او النظرة المستقرة والايجابية اللي انت بتديه لك من بيوت الخبرة العالمية او خلاف التصنيف الاقتماني او المجلات الاقتصادية ده كله بيدي يعني النظرة متفاقلة وفي ناصل الوقت بيخلي ان الاقتصاد المصري يستقر طبعا لازم نقول اللي احنا لما جينا اشتغلنا وعملنا اصلاح اقتصادي ما اشتغلناش بظروف عادية يعني احنا كنا بنمر بازمة تأكيد لذلك كان لما انت تيجي بتتعامل مع الظروف بازمة يبقى انت الاول بتحاول تحافظ على الوضع الحالي انه ما ما يسوقش اكتر باول خطوة ثانيا بتبتدي تحسن من الوضع الحالي الوضع اللي كنت فيه احنا طبعا كنا شوفنا كلنا احنا النقطة اللي احنا اتحركنا بيها يمكن احنا شوفنا كنا في 2014 كنا فين وفي 2018 بقينا فين احنا لو جينا نظرنا مثلا ان احنا الان سواء تحقق سواء تقرير الاكونوميست او مثلا الاسبوع اللي فات كان صندوق النقد الدولي عمل مؤتمر صحفي وتكلم عن طاقاته للاقصاد المصري كل طاقات للاقصاد المصري جاية من بيوت الخبرة العالمية او وقالات التصنيف الاقتمالي كلها جاية ايجابية يمكن التوقعات للعجز المالي مثلا اللي هو بيمثل النقطة مهمة جدا انك انت ديونك بتزيد ولا بتقل لا ان التوقعات الاكونوميست للعجز المالي المصري انه يخفض من 10.5% كنسبة من الناتج المحلي الى 7% سنة 2022 طبعا يعني ان استدامة التمويل المالي وده اللي بيظهر بقى في انخفاض المستمر في عجز الموزنة يعني احنا كن قبل كده العجز الموزنة كان 13 و14 وانخفض بقى 11 وازن بقى 10.5 وبعدين هيوصل ل7% ده معناه ان انت بتوصل للمرحلة استدامة التمويل يعني معناه انك انك العجز او العجز بتاعك بينخفض ده ولكن الناتج المحلي الاجمالي بتاعك بيكبر او انت يمكن بتستدين ولكن معدل نمو الاقتصاد بتاعك اكبر من معدل نمو الاستماع اكبر من معدل نمو الدين اذا فده بيسموه دين مستدام يعني انت على المدى البعيد الدين بينخفض النمو الاقتصادي طبعا النمو الاقتصادي توقعات النمو الاقتصادي كلها معدل يعني متزايد انك انت زكاة مثلا معدل النمو خمسة السنة الوراء بيبقى خمسة ونص بعدها بيبقى خمسة فاصل تسعة طبعا القعدة الصناعية بتتوسع اكتشافات الغاز ديها بلغ الاثر اكتشافات الغاز ديها طبعا بلغ الاثر في زيادة قرافات الدولة في انك انت تتقلل الواردات بيزيد الاحتياط النقدي ده كله ده بينعكس في النهاية على استقرار الحالة الاقتصادية واستقرار الوضع النقدي وكون توفر عندك احتياطات نقضية بتدي الى دعم الوضع الاقتصاد الحالي والمستقبلي كمان احنا نتكلمنا على التوقعات الاخرى مثلا ان صندوق النقد توقع انه خلال خمس سنين مثلا ان اراضات السياحة هتزيد يعني توقع صندوق النقد الدولي في احدى تقاريره اللي صدرت من بضعة اسابيع ان السياحة مثلا بتتباعت عفياتها بشكل تدريجي ان نتوقع ان الاراضات بتاعتها هتوصل في 2022 مثلا 17 مليار دولار ان قناة السويس اراضاتها في زيادة مستمرة ان الاستثمار كبدل انه هو هيبقى في 2018 9 مليار انه هو هيبقى 17 مليار تحولات المصريين في الخارج بتوقع انه في 2022 هتوبة 32 مليار الدين الخارجي مثلا كنسبة من الناتج المحلي توقع انه هي هتنخفض من هتنخفض كنسبة مثلا توبة 83% من الناتج المحلي في نصفات مستمر توقع ان الصدرتها تزيد في 2022 هتوبة 38 مليار كل العامل الايجابية دي بتدي فرصة ان انت حضرتك ما سألت في السؤال وقلت ان امتى الوجور هتزيد لا مش الوجور يا فندم كتحديدا يعني برضو احنا بنسيب الحاجات دي لخبراء الاقتصاد مش شرط المرتبات تزيد ممكن اصعار تقل ممكن المعروض يبقى اكتر فينزل الاسعار يعني هي الفكرة في الاخر المواطن بياخد اكس او بياخد رقم محدد سين وبيبقى عنده تكاليف اقصات اكل شرب ومواصلات امتى الكم اللي بياخده يبقى كافي ليه نهائيا في ظل الارقام الحقيقية اللي بتدعو للتفاعل ده ده حيبقى سؤال يعني بعيدا عن الناس اللي زي حضرتك الخبيرة اقتصاديا تقدر تشوف ده وتحس بيه بشكل ملموس لكن المواطن العادي في الاخر هو بيحسبها بالفلوس اللي دخلاله اول كل شهر فعشان كده احنا عايزين نطمن الناس اكتر اه هو طبعا انا صراحة ما قدرش اقولك ان الاسعار حتنخفض يعني كلام زي كده برضو لا يعني ممكن يكون مش دقيق ولكن اللي انا اقدر اقوله ومتأكد منه اذا كانت انت بتمر بيه اه طبعا يعني معدل التضخم في الخفاض في فرق من معدل التضخم في فرق من الاسعار تنخفض معدل التضخم انه معدل ارتفاع الاسعار بيقل يعني كل سنة معدل ارتفاع الاسعار بيقل مش داي السنة اللي فاتت فده ده ده ظاهرة ايجابية نقدر نقول ان لما يكون فيه اعادة هيكلة الدعم وان يكون فيه اه مرحلة اصلاح اقتصادي فاحنا بيبتدي كل مدى يبتدي فيه وفرة في الموازنة العامة للدولة يمكن كان فيه جزء من الاموال بيروح الدعم يمكن جزء كان بيبه مهدر يبتدي هذا الجزء يتوجه مثلا للخدمات للصحة للتعليم يمكن سنة ورا سنة يبتدي جزء من هذا الوفر يروح للاجور وهكذا اذا فمع مرور الوقت يبتدي بيحصل في تحسن تدريجي في المؤشرات وسنة تلول اخرى يمكن ده يبتدي يعنى عكس على جيوب المصريين يبتدي يعني تقدمه اللي يكونوا مثل توقعا للتضخم في انخفاض مستمر معناه ان التضخم في انخفاض مستمر معناه ده وفره في جيوب المواطنين وهكذا تمام دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي انا بشكر حضائك شكرا جزيلا ويومك سعيد ان شاء الله من الاقتصاد الى اقتصاد موازي اقتصاد مهم جدا هو يعني مش بالمعنى العلمي اقتصاد موازي لكن هو رافض من روافض الاقتصاد اللي مصر كانت الحقيقة متميزة فيه جدا 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 وكان مصدر دخل لبيوت كتير من المصريين وبيحق استثمارات حقيقية وكنا بنسميها صناعة صناعة السينما كان عندنا صناعة سينما وعندنا استثمار سينمائي فني رائع في مصر يمكن ما بقاش زي زمان حجم الانتاج لكن لمسين ان فيه جودة في المنتج اللي بيطلع اليومين دول يعني فيه حاجات بقتدت بأحسن صورة واخراج وتمثيل بيتطور مع الوقت لكن يهمنا ان الصناعة دي يبقى فيها توسع بشكل اكبر ونقدر يعني تكون مصدر دخل برضو مش عيب يعني السينما مصدر دخل وصناعة حقيقية كبيرة نروح دلوقتي للسينما وشباك التذاكر اللي بيكون عامل كبير في حسم مدى نجاح الافلام اللي بيتم قياسه من خلال الارادات نجحت بعض الافلام مصرية خلال اسبوع اللي فات من تجاوز حاجة ستة مليون جنيه في الارادات دور العرض فيها منافسة بين تقريبا تسع افلام بعض من الافلام دي كان من الاسبوع السابع وافلام تانية لسه في الاسابيع الاولى السينمات حاليا فيها افلام عيار ناري بيكيا البدلة الديزل بني ادم سوق الجمعة الكويسين طراب الماس يوم الدين دي اهم الافلام اللي موجودة فيها السينمات اما فيلم البدلة بطولة الفنان تامر حسني وبطولة اكرم حسني فهو في المركز الاول في حصيلة الارادات الاسبوع ده في دور العرض المصرية واراداته وصلت مليون تسعمية ستة وسبعين الف جنيه عشان تكون الحصيلة الكلية لارادات الفيلم بعد سبع اسابيع من عرضه وهي اربعة وخمسين مليون تسعمية تمانية وعشرين الف جنيه وهنا نحط ما بين قصين كده على امتين تنصيص نمبر ون خلينا بقى ناخد على التليفون الاستاذة نورة نبيل الصحفية بمجلة اخبار اليوم صباح الخير يا فندم صباح يا فريح سام اهلا بيكي نقدر نقول البدلة هو نمبر ون دلوقتي اه هو نمبر ون وهو يعني اقترب خلاص من خمسة وخمسين مليون نعم وانا بطفق طبعا مع الكل اللي قلته وبالاضافة لده نزوء الجمهور كمان بقى افضل يعني الجمهور بقى قادم ان هو يميز بين الافلام الجيدة والافلام اللي يعني دون المستوى لسه عندنا في مصر الازمة بتاعة جمهور بتاع ده فيلم مهرجانات يا عم مش هنروح نخشه اه لا واكبر دليل على كده فيلم عيار ناري يعني رغم ان احنا في مدارس وفي جامعات والفيلم اتعرض في مهرجان مثلا الجونة الا ان الفيلم مثلا حقق الاسبوع ده مليون 916 الف مليون 916 ده رقم كويس جدا رقم كويس بالنسبة ده مش موسم سينمائي يعني مش شعيد اضحى او 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 موسم سينمائي عم تلاق بالعكس يعني ده ده عدي فترة الناس كلها في مدارس وفي الجامعة فده رقم كويس جدا اقوة يعني كمان هو العمل السينمائي الكبير الاول للمخرج كريم الشناوي ومعها هيسم دبور ومعها احمد الفشاوي واحمد مالك ومحمد ممدوح يعني فيلم بتاياه لي فيه معايير كتير للنجاح واللي ساعد على زيادة القبال يعني عليه ان هو احداثه بتدور حوالين جرامية اكله ومهور بقى بيميل الاحداث الغامضة اللي فيها يعني تشويق وقصارة وفيه قصة مجرد فيلم وفيش قصة يعني فيلم عيار ناري كان يعني فيه متابعين كتير ونقاط كتير اختلفوا فيه سياسيا ما بين بعض مش عايز اقول مشاهد الفيلم حوالين القصة ناس قالت انه مع صورة يناير وناس قالت انه ضد صورة يناير وناس قالت الناس اللي عاملين على الفيلم دول من ولاد يناير ازاي يعملوا فيلم زي ده والفيلم يعني زي ما تقولكي كده تعمله بروباجندا كبيرة جدا جدا كان الدعاية في الاخر اه الاختلاف دوت بيبقى في صالح الفيلم اي اختلاف لكن لو في حد اتطفق على الفيلم هو سيء او جيد ما بيبقاش لصالح الفيلم اه على رأي الاختلاف ده اه الامري الامريكان بيقولوا اني بوبليسيتي ازا جوت بوبليسيتي اي دعاية فهي دعاية جيدة بالزبط بالزبط ده بيمصر مصر في ترشحات الاوسكار تم عرضه في اكتر من مهربان وهيتم عرضه في مهربات تانية ورغم كده فيه اهتمام كبير بيه هو حقق لغاية دلوقتي 852 الف في الاسبوع التاني من عرضه وده رقم كويس برضه في ظل بدء المدارس والجامعات ظل انه هو معروض في دور عرض قليلة مش كتير ده فيه في مصر قصته بس دي نقدر نشوفها مشكلة انه نازل في دور عرض قليلة ونازل بنصخ عرض اقل وموجود في سينمات معينة والسينمات اللي موجود فيها مواعيد حفلات معينة مش موجودة يعني ايه السبب ورده ازم التوزيع وعايز اقولك ان المشكلة دي موجودة دايما يعني برضه في المصنعيد الاطحى اتقال ان فيه افلام معينة دور العرض بتاعها اكتر من افلام تانية فعلى اساس كده كان فيه تفاوت كبير في الاراضات ده بسبب ان السينمات مثلا او المعلنين او المنتجين شايفين ان ده ممكن يكون فيلم من افلام المهرجانات او اللي بيتسمه اه فمشيب علي اقبال كبير بيبقى ليهم وجهات نظر اعا يعني افواتم الاوقات كان بيتقال على افلام يوسف شهين انها افلام مهرجانات اه ان فيلمي حقق تمنمية تنين وخمسين الف في موسم مش موسم سينما فده اه يعني احنا بنتكلم اعيار ناري عمل مليون تسعمية وستاشر اه في نفس الاسبوع اللي يوم الدين حقق فيه تمنمية تنين وخمسين برغم ان يوم الدين عدد نسخ اقل ومترشح ومترشح طبعا انه ينافس فيه احسن فيلم اجنبي في الاسكر وبنتكلم كمان ان اعيار ناري عنده المعايير الجماهيرية شوية للنجاح عنده ممثلين دي هم اسامي يوم الدين ابطاله يعني مش معروفين للناس بالضبط لكن يوم الدين يعني يوم الدين فعلا ابطاله مش معروفين او تجارب جديد ابن بالهم رادي جمال احمد عبدالحافظ اخراج ابو بكر شاوي برضو كل دي لسه اول تجارب بالضبط بالضبط ابو بكر شاوي يحاول كتير في افلام قبل كده وده اول فيلم يلاقي صدم للناس بتعوه مع زوجته طبعا اه عايز بقى اروح لا افلام عيد الاطحاف لا يعني نقطة اللي احنا كنا بنقولها مش عارف بقى نقول نمبر وان ولا هو نمبر كام دلوقتي هو نمبر وان تامر حسني نمبر وان لا مش تامر حسني محمد رمضان رقم كام دلوقتي الاسبوع دوت هو رقم اربعة عمل تلتمية وتمانية الف تلتمية وتمانية الف ده رقم قليل جدا اه رقم قليل مقارنة بفيلم البادلة اللي عمل مليون ستة و ستة و ستة و سعين انا يعني احنا بنتكلم في فرق مليون و ستمية الف جنيه في اسبوع بالضبط بالضبط طب ايه سبب تراجع ارادات فيلم الديزل هو يعني هو الديزل اصلا رقم تلاتة من اول اه من اول الموسم اه البادلة يعني لسه الجمهور اه فيه اقبال كبير عليه اه وبرضو اه فكرة دور العرض لما الموزعين بيشوفهم ان فيه فيلم عليه اقبال بيبتدوا يدوه يدوه اهمية ومصاحة اكبر لكن لما بيبقى فيه ترابع عن فيلم اللي دور العرض بتقل و ده اللي حصل مع ديزل طيب هو حقق تلتونية وتمانية الف اه يبقى الاجمال اتنين وعشرين مليون احنا 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 ما الاجمال اتنين وعشرين مليون ام يعني فرق ما بينه ما بين الاول اه اه تقريبا ثمانية وثلاثين مليون جنيه بالضبط بالضبط طيب هو يعني منقضرش نقول برضو ان فيلم الديزل منجحش هو نجح بس محققش النجاح اللي كان منتظره محمد رمضان ولا نقدر نخطه المترجح مش نمبر سنخطه ما نقدرش نحطه في أفلام محمد رمضان لإن اللكحت آه ما نقدرش بالنسبة للإرادات آه إيه السبب وراء عدم النجاح ده خصويا أنها نفس التوليفة اللي محمد رمضان بينجح بيها دايما في الأعياد يعني السبب أني تامر حصني عنده شعبية كبيرة كان معاك أكرم حصني فأكرم حصني برضو عنده جمهرية بعد مسلسله في رمضان طبعا الوصية الكصة آه بالضبط آه فوجود دهه منافسين ترابل ماس آه أعلى من من الديزل ترابل ماس بنازل بعد ديزل بشوية آه لا آه ترابل ماس نازله نازله قبله بأسبوع عفوا قبله قبله بأسبوع في نفس الموسم في نفس موسم العيد آه الأسبوع ده هو بحق ترابل ماس سبعمائة تلاتة وتمانين ألف سبعمائة تلاتة طبعا عظيم والله رقم كويس جدا فبرده هو أعلى من الديزل هل الناس بتروح طراب الماس عشان خطر الموسلين ولا عشان مروان حامد؟ وعشان رواية تمام وعشان رواية أحمد مراد طبعا بس يعني هو يعني لأول مرة من فترة الناس ترجع تقول أنا حروح الفيلم بتاع المخرج الفلاني يعني كنا بنشوف نقول زمان حروح فيلم يوسف شهين حروح فيلم شريف عرفة حروح فيلم زمان طبعا الأستاذ صلاح أبو سيف حروح فيلم الأستاذ داود عبد السيد مخرجين دي هم أسامي مروان حامد قدر يرجع مرة تانية بالفكرة دي وإيه سبب رجوعه بيها أو إيه سبب نجاحه في أن يرجع الفكرة دي دا صحيح العمل السابقة لي برضو رواية طراب الماس يعني كافية أن هي تشد الجمهور أن هم يشوفوا فيلم يعني زي مثلا الفيل الأزرق رواية الفيل الأزرق خلت الناس حابة تشوف الفيلم فهم كانوا يعني دا السبب الرئيسي من وجهة نظري ويجمال إيرادات الفيلم لغاية الوقت 31 مليون ونصف نصف مليون بمناسبة الفيل الأزرق فيه فعلا جزء تاني من الفيل الأزرق؟ حتى الآن لا لسه يعني كلام كله على السوشيل ميديا نحطها تحت بند الإشعاعات أه 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 تماما أنا بشكرك شكرا جزيلا نورة نبيل صحفية بأخبار النجوم شكرا جزيلا لك احنا بقى بدورنا هنا نزلنا سألنا الشارع المصري عن رأيه في فيلم عيار ناري وفيلم يوم الدين باعتبارهم أجدد الأفلام المصرية اللي نزلت في السينمات خلينا نشوف أراء الناس ونرجع لكم مرة تانية فيلم عظيم طبعا فيلم عظيم فيلم عظيم لمس حاجات كتير وكمان بشوف الحاجات دي في ردود أفعال الجمهور هو خارج معظم الناس بتخرج بيتبكي بجد بيتعايب بجد لأن الفيلم بيلمس قدين ناس دي مكهورة قدين مرضى الجزام في مصر احنا هنا ما بينعملهمش بالطريقة الأدمية اللي المفوضة أي حد يتعامل بيها في مصر أو عنده أي مرض أيا كان هو الكثة مختلفة تماما والفيلم يعني حسن هو داني هوب كده كتير قوي يعني الكثة مختلفة وملهمة وسينما نضيفة يعني زين بيقولوا ما ندقيتش خالص من أي لقطة أو من أي لفظ جاري حتى رغم الألفاظ البسيطة اللي تقالت كانت كلها من المجتمع حوالينا وفيه فكرة يعني والإخراج بتاعه عظيم فيلم جميل جدا فيلم بيعرض مشكلة حقيقة لناس موجودين يعني إزاي المجتمع بيانفر منهم إزاي الناس مش قبل هتتعامل معاهم إزاي فيه مشهد في الفيلم بيقولك أنا بني أدم زيكم الفيلم فيلم كويس جدا فيلم محترم جدا مقدم رسالة بشكل كوميدي وفي نفس الوقت مقدم المعاناة بشكل واقعي جدا الممثلين كلهم بيمثلوا بشكل تلقائي جدا وحاجة محترم حاجة جميلة يعني الفيلم عجبني يعني حسيت أنه هو حاجة جديدة بتكلم عن فئة يعني أقلة في المجتمع وإحنا مش حسين بيهم تقريبا ومش عرفين هم بيعانوا بإيه فده كان حاجة يعني لمست المشاهد قوي فأنصح الناس أنها تيجي تشوفوا يعني فيلم عيار ناري بصراعة فيلم كويس جدا فيلم قدر أنه ينجح بطريقة كبيرة عجبني جدا الفيلم بأبطاله كلهم ما شاء الله قدروا أنهم بجد يثبتوا نفسهم في الفيلم والفيلم نجح في شكل كبير أنا شايف الفيلم كويس جدا أحمد الفشاوي قدر يخلق يعني جو جديد أفلام إحنا كنا مش بتعاودين عليها خالص من أحمد الفشاوي محمد ممضوح كان عامل در حلو جدا في الفيلم أعتقد أنه هو فيلم حلو وفيلم كويس بالنسبة لأفلام الموجودة أوه أنا رحب تمثلهم جدا بحب أصلا أتفرج على أي حاجة بيعملوها بحيث أن كل ما ده بيبقى الفيلم جديد وتمثيلهم أقوى وكده يعني واضح أن الناس مبسوطة من الفيلمين عيار ناري ويوم الدين بس لو قدت بالكو يوم الدين فيه كلمة تكررت كتير من الناس اللي تفرجت عليه كلمة الفيلم لمس الشخص اللي بيتفرج عليه ودي حاجة مهمة جدا الفكر برا الصندوق يعني ما نبقاش ماشيين في المينستريم أو زي ما كل الأفلام ماشية يلا حنجيب بطلة شكلها حلو ونجيب بطل جسمه جامد ونعمل خناءة وشاية عربيات بتتقلب أو نعمل واحد بيحب واحدة وأهلها مش موافقين وبيتحدى العالم كله وانا وياك وفي الآخر بيقابل مشكلة كبيرة جدا وبيتغلب على الصعاب ويوصل لها يعني الموتيفات كده التبوه بتاع الأفلام للأسف كانت ماشية في السوق المصري كتير بتقالي فيلم زي عيار ناري وفيلم زي يوم الدين وتحت يوم الدين ده مليون خط لما بنفكر برا الصندوق بننجح يوم الدين مرشح أنه ينافس على أوسكر أحسن فيلم أجنبي مش معنى ده أنه حيكون في الشورتليست أو في المجموعة الأفلام الأخرانية اللي موجودة يعني ممكن ما نسمعش اسمه على الستيج أو على المصرح في الدولبي ثياتر مكان اللي بيتعمل فيه الأوسكر في لاس أنجلس في أمريكا لكن الفيلم مرشح الفيلم تعرض في مهرجانات فيلم خرج بدون ممثلين معروفين فيلم بيتكلم عن قضية محدش تطرق لها قبل كده كان كبرنا بنسمع عن الجزام في بوست على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تحديدا عن مستعمرة الجزام وقدين فيها بعض الحالات الإنسانية اللي محتاجة رعاية ومتابعة لكن يوم ما تعمل فيلم زي ده ما حدش قاله والله ده فيلم كئيب وأنا مش رايحه وأنا مش ناقص كئيبة وكفاية الضغط العصبي اللي أنا فيه لا فيه ناس كتير راحت وحقق رقم احنا بنتكلم قرب مليون جنيه في أسبوع أو أسبوعين وخد جوائز مهرجان الجونة أخر جايزة أخدها أحسن فيلم في مهرجان الجونة مخرج ممكن ما يكونش معروف على الساحة الفنية بالنسبة للناس كتير لكن في الآخر فيلم برا السندوق فيلم حقق سينما حقيقية ممشيش في الصف مالتزمش بالصف زي ما بيتقال وفضل ماشي وراء الناس وراء القطيع يعمل فيلم بمواصفات النجاح عشان ينزل يقش السوق ويكسب ويقول افهين من هنا على افهين من هنا ويتجاب كاركتر نفضل نعيد ونزيد فيها نعملها في عشر تلاف فيلم وراء بعض ويفضل الموثل يعمل نفس الكاركتر طول الوقت لغاية يعني تبقى الناس داخلة للفيلم او ده لو دخلوه يعني يبقوا حافظين الافهات اللي حتتقال او الفيلم نفسه محروق من الاعلان بتاعه خلاص انت عرفت القصة انت داخل بس بتقضي وقت لطيف بتوعادلك جوه ساعة وتلت ساعة وربع على قد الفيلم اللي ما بيتصور وخلاص وزي ما بتقال كده ده فيلم سينما وعدة وبيتنسي ولما بتشوفه على قناة من القنوات الفضائية بتقلب لان انت خلاص بتقالي يوم الدين حقق معادلة صعبة جدا جدا ما هوش فيلم تقدر تقول عليه فيلم مهرجانات مع ان يعني في افلام كتيرة جدا ممكن تكون افلام مهرجانات ونجحت النصر صلاح الدين بتقالي لما بيجي الناس بتوعى تتفرج عليه لو صنفناه فده فيلم مهرجانات ما كان بينافس على الاسكر وكمان في افلام كتيرة جدا عدت علينا في خلال الفترة اللي فاتت تقال عليها افلام مهرجانات بس هو مصطلح افلام مهرجانات ده محتاج حلقات وحلقات يعني وبتالي فيه اساتزة كبار جدا نقاط فنيين وممثلين ومخرجين واروائيين تتكلموا عن موضوع فيلم مهرجانات ده بس في الاخر مفيش عيب ان يكون فيه انتاج فني للافلام اللي ماشي مينستويم زي ما قلنا القصص بتاعت احمد ومونة ونجري نقابل بعضا عالشجرة ونحفر القلب او البطل اللي بيدرب الناس كلها وبيكسر الفل بيديه ويكسر قولا تمام لطيف وموجود وموجود في احسن سينما في العالم في هوليوود في امريكا فيها كل الافلام دي بس هي نسبة وتناسب قد ايه بتنتج افلام حقيقية من مجمل الافلام اللي بتنتج كل عام هتمنى يكون يعني عندنا انتاج فني رائع لان احنا يعني احنا قدام في السينما يا جماعة وحرام الوضع اللي احنا وصلناه للواحد بيحزن يعني انه في اخر السنة يبقى شايف انه في اخر السنة احنا طلعنا بتلات اربع افلام الواحد يقدر يقول عليهم افلام سينما حقيقية عندنا صناعة حقيقية وعندنا ناس شطرة مخرجين وموسلين وكتاب وصناعة ومصورين ومدير واضاءة وفنيين وعندنا كل حاجة تخلينا نعمل سينما حقيقية اتمنى يعني بعد الفصل حيكون معنا في السوديو هذا الصباح الناقد الرياضي وصناعة اخرى يعني محتاجة برضو انها تشد حلها شويتين تلاتة في مصر اناقد الرياضي بجريدة الاهرام وليد الحديد اللي هيكون لنا معاه قراءة في نتايج كاس مصر وكمان طبعا استعداد منتخب مصر لمباراته النهاردة المهمة لانها المبارات تانية لخفيار اجاري نستنونا بعد الفصل اهلا بيكو مرة تانية احنا النهاردة عندنا اول ماتش لمصر في التصفيات وهي فترة التواقف الدولية الان دي بترتب نفسها شوية بس احنا عندنا مفيش تواقف دولي احنا عندنا في كاس مصر بتلعب من غير الدوليين ويعني مش عايزين نقول ده كشف شوية حاجات كده في الكرة المصرية بس يعني انا مش حافتي كتير في ناس بتاعت رياضة هتبقى هي اقدر مني انها تتكلم عن الموضوع ده وحنتكلم على كاس مصر بقى ودولي اتنين وثلاثين الاهلي حيلعب بيرمدز كان بيلعب الترسانة الزمالك كان بيلعب من يد سمنود التفاصيل المهمة الصغيرة دي اللي احنا دايما بنبقى نقطع بعض على السوشيال ميديا عليها فغضفنا بقى في الستوديو الناقض الرياضي بالاهرام من السيد وليد الحديدي صواح الخير صواح الخير عشق حسام والتحية لكل مشاهدي اكسترانيوز الزمالكوية والاهلوية مقطعين بعض على السوشيال ميديا تاريخة وكوميكس واشتيمة والهم طيال يعني موضوع مستاهل التفاصيل دي كلها شوف احنا بقى عندنا ثقافة كده على السوشيال ميديا بقالنا فترة ان الناس بدأت تبص على المنافس اكتر ما بيبص الفريقة وبقى انتصار كل حزب هو هزيمة الاخر مش انتصاره هو الشخص والهذه الثقافة دي رايحة بينها المنطقة ملهاش علاقة بالكورة وملهاش علاقة بالرياضة يعني هي الرياضة مفهوم الرياضة اللي لازم كلنا نفهم احنا بنتبع كورة عالمية ليه وبنعجب قوي وبنفضل بقى نعمل شير على الفيسبوك للكورة بره والمشاعر الجميلة والناس اللي بتخسر الناس بتسقف لها والتعامل باحترام والتعامل وتقدير كل فعل جيد بيتم تقديره وبيتم الاحتفاء بيه وحنا نفسنا كمصريين لما بيحصل حاجة كويسة بره بنفضل يا جماعة ما تبصوا بره ما تبصش معنا احنا ما بيحصلش معنا كده شوفوا بره بيعمل بره ما بيتريهوش على بعض يعني ريال مادريد وبرسلونة مسلا ما بيتريهوش على بعض يعني انا بحب الدوري الانجليزية انا عارف كويسة اوي منشستر رينايتد وليفر بول مثلا قبل ماتش الدربي ده وده واحد يعني من اسخن الدربيات في العالم الجمهور بيقطع بعض وشتيمع يعني ولا مصريين بقى ولا حاجة يعني ده حقيقي وموجود في كل العالم بس احنا عندنا الموضوع فيه فيه سنة كده غريبة هو بره ده الاستثناء مش القادر يعني ده الاكستريميتز او يعني ما بعيدا عن الروح اه ده بعيدا عن اصل الموضوع لكن يبقى اصل الموضوع انك بتروح اولد ترافرد او بتروح انفيلد في ملعب ليفر بول بتلاقي الجماهير كلها بتشجع فريقها بجنود وبتقدر حتى لو فريقها خسر بتقدر المجهود اللي بازلوا للعيب ولو فيه اي مشكلة في فريق بتلاقي الجماهير دايما سببورت شايفين اللي عمله مورينيو مع منشستر الجمهور بقى بيسقف له يعني فيه افنص الماتش قالوله وامشي وبتاع شوية والطيارة اللي رفعت قالت لديه دورز امشي بس في اخر الماتش بيسقفه للفرقة وهي خسرانة ما هي دي سقافة ده لازم يكون ده موجود في الكرة طبعا فكرة ما هي المنافسة لازم تخلق ده يعني منافسة لازم تخلق ان انا احب ابقى احسن منك لو انت المنافس بتاعي وان انا ابين تماييوتي عنك لكن ما يبقاش ده اصل الموضوع يعني جماهير الاهلي ما تسيبش كل حاجة في النادي الاهلي وتفكر بس ان هي تغيص جماهير الزمالك وتعمل حفلة زي ما بيقولوا على جماهير الزمالك والعكس جماهير الزمالك ناسية خالص نادي الزمالك وكل همها ان الاهلي يخسر او تعمل كوميكس او تريقة على النادي الاهلي السبب هو ايه يعني في الاول كنا بنقول ضعف المنافسة هل المنظومة الكروية في مصر محتاجة يعني مضروبة في مقتل زي ما بيتقال هو طبعا احنا عندنا مشاكل في اصل المنظومة يعني اساس المنظومة الكروية طبعا فيه مشاكل انا شايف ان اهم دور واهم متهم وهو هي الميديا الميديا سواء مكتوبة سواء مقروقة سواء مسموعة وانا واحد من اللي بيشتغله في الميديا وبعترف بدا ان احنا لازم يكون عندنا سياسة مختلفة في التعامل مع الرياضة فهنا اتكلم عن التخصص اللي انا يعني بشتغل فيه لازم نفهم الناس ونوصلهم ان ان اصارت غيرة المنافس او السخرية من المنافس ليه حدود وليه شكل معين لكن لازم نوصلهم كمان قيمة الرياضة يعني لازم كل برنامج رياضي يقدم للناس نمازج وامثلة ويتكلم في سكة ان احنا بنتكلم عن الرياضة الرياضة اصلا عملوها بس برامج الرياضية بقى ترد حسابات دلوقتي ما هي دي المشكلة بقى ما هي دي المشكلة يعني رب البيت يعني معكم الاخترامي لكل زمائلنا طبعا واسد زيتنا بس حتى الضيوف اللي بيكونوا موجودين يعني بيسيب السؤال اللي بيسألهله الموزيع او صاحب البرنامج وبيجاوب في حتة تانية ان هو يا فلان الفلاني يا فاكر لما ده انا حعمل ده انا حسوي كأنها تصفيت حسابات طول وقت اخناقة هو احنا ليه بنتكلم اصلا عن جماهير العادية والمرتالي السوشال ميديا ونسيين ان الموزيع هو نفسه بيطلع على الشاشة بيفضل يغيظ وبيفضل يعني يتكلم بطريقة اقل حتى من جمهور العادي يعني انا بشوف موزيعين المفروض ان هم بيقودوا رأي عام والناس مش قادر تفهم ان الرياضة دي زي ما انت حضرتك كنت بتتكلم ان هي الصناعة واستثمار ومصدر فيه اقتصاديات دول كاملة اي مع الرياضة يا جماعة ده البرازيل يعني اللي بندرب بها المسهل دايما اقتصادها كامل اي مع الرياضة نفس اللحيبة اللي بتطلع عندها 17-18-15 سنة او الرياضة نفس الشيء الارجنتين نفس الشيء روسيا روسيا عشان نظامت حدث عالمي كسبت سياسيا وكسبت اقتصاديا وكسبت دعائيا وكسبت على كل المستوى اتعارفوا يستغلوا هذا الحدث في كم واحد مصري سافر روسيا ولا كان في دماغهم اصلا ان هم يروحوا بلد زي روسيا دي خلص وتمام فيه اولمبياد ولا فيه فيه كاس عالم اسف والناس مسافرة فيلا تعالى نروحنا مصر موجودة وعايز اقول لك وتعالى نتفرجوا فلوس داخلة للبلد بالضبط وروسيا لعبتها صحة جدا كل ما تشوف حتة بقى شكل وتركب طيارة ولف بالضبط هم عارفوا يستغلوا يعني كنت هناك مثلا كل استاد روسي من استاد كاس العالم لازم تلاقي جم مكان سياحي او لازم تلاقي جنب مصغر تاريخي لازم هو يشدك لتاريخ صناعة سياحة كمان اللي يشدك لثقافته طبعا انا واحد لو اتيحت ليا نص فرصة عشان اسافر روسيا تاني كسائحة سافر لاني لقيت اللي انا عايزه كشخص لقيت اولا روح حلوة وتعامل جيد من الناس ومعندهمش اي مشاق يعني احنا كان يمكن البروباجندا العالمية كتمدية عن روسيا انطباع انهما ناس عنيفا ونستاف او معدل الجريمة هناك مرمافيا الروسية بس ما بنشوفش غيرهم وشايلين مسدسات طول الوقت لكن طبعا الشعب الروسي مثقف جدا جدا وقدروا ينقلو لك ده يعني قدروا ينقلو لك هذه الثقافة ويجذبوك يخليوك تحب البلد احنا محتاجين نعمل يعني محتاجين نخلي الرياضة عامل جذب مش عامل نفور محتاجين لما يكون عندنا مباراة انا كجمهوري يعني مثلا فيه فترة جماهيري الاهلي قطعت مباراة الاهلي على برج العرب ليه لانه عندها مشكلة في ان المشوار طويل عندها مشكلة في طريقة الدخول بتكون صعب عليهم عندها مشكلة ان التفتيش احيانا النيتورك مثلا بتاعت الموبايلات ضيعة في الستاتف ما بيعرفش يتواصل مع اهله ما بيعرفش يدخل الاكل ما بيعرفش يدخل الباوربانك عشان يعرفش يعني فيه حاجات صغيرة ممكن تتعامل ببساطة تخلي الناس حب الرياضة حب الرياضة ان شاء الله يكون فيه خطو يعني احنا ما كانش الجمهور بيحضر خالص خدوا خطوا فيه جزء بيحضر يعني طبعا دي كلها اجراءات وقرارات امنية بس كان فيه بعد حدث فيه شوية لجان كده من اتحاد الكورة وزارة الشباب والرياضة وحطوا تسع معاهير لعودة الجماهير الكاميرات تبقى محطوطة في الاماكن الفلانية والدخول والخروج وحتتنفذ وحتتعمل ما فيش حاجة من دي الطبقة خلص خلص يمكن هي ودي كانت موجودة اصلا من زمان فيها اللي هي ملعب الخاصة بالقوات المسلحة زي ملعب مثلا برج العرب او الدفاع الجوي او غيره هي قريدي الاستاذات كانت مجهزة بالشكل ده من غير حتى قرارات نيابة عامة ومن غير اللجان ومن غير اي حاجة يمكن استاذ القاهرة تم ادخال بعض التعديلات عليه خاصة بهذا الموضوع لكن بقية الاستاذات مع ان دي يعني احنا عندنا الوقت سبونسرز ورعا في مجال كورة القادم وسهل جدا ان انت كوزارة بقى شباب الرياضة لان ده هيبقى موضوع اعلى شوية من اتحاد الكورة او حتى اعلى من كده لو حتى ده يكون تحرك من رئيس الوزراء نفسه انه يبدأ يعني يكون فيه اللجان بس تمشي اللجان بقى بتاعت اللي هي ورق وكتابة وكلام تشتغل على ارض الواقع يلا بالضبط تشتغل على ارض الواقع ممكن تجيب رعاة يصرفوا هم على ده هو موضوع ايه يعني انا ليه اصرف اربع خمس قروش على حاجة بتطلع من ابو ارشين وخلاص تماما مش محتاج يعني هو ده الفكرة اللي ماشي بيه الكرة دلوقتي بالضبط لا ما هي الفكرة ان هم مش عارفين يقيسوا الكرة ممكن تعمل لهم ايه او تدخل لهم ايه يعني اضرب مثال بأي دولة اوروبية عندها دوري او عندها كتشوف المداخيل بتاعتها عاملة ازاي لا احنا عندنا فيه فلوس بتدخل في قرى المصرية بتدخل فلوس حالية لكن احنا نقدر ندخل فلوس اعلى الفلوس بتاعت القرى رايحة في سكك معين يعني الفلوس بتاعت القرى مش رايحة لبنية تحتية احنا ما بنشوفش بنية تحتية في مجال كرة القدم في مصر ما بنشوفش يعني الاستادات اللي عندنا هي يعني ما عنديش جيل اقدر اقول عليه ده الجيل ده حينفس على كذا ما عنديناش ده ما عنديناش خفط يعني انجلترا بقالها كم سنة بتتكلم على الجيل اللي موجود دلوقتي من اول اريك داير وكين ولينجر وراشفورد ودالي علي وكايل ووك عارفين ان عندهم جيل البلجيكا كان بتتكلم على الجيل ده نيجيريا نفسها كان بتتكلم على الجيل بتاع اطلانطا قبله واحنا جايلنا الجيل احنا مش قادرين نطلع ده ما عنديش صناعة ناشئ ما عنديش باخد الولد الصغير ده ان انا من هو صغير احنا كان زمان نسمع ايه اكاديمية المقاولين العرب اكاديمية النادي الاهلي ناشئين وبعدها زهر امبي والزمالك وبعدين امبي مفيش احنا قطاعات الناشئين يعني مفيش وتيالي ده اللي بان جدا 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 في دور الاتنين وثلاثين في كاس مصر صح ده حقيقي يعني احنا طول عمرنا بنتكلم عن قطاعات الناشئين والناس بتتكلم ان ده كلام مستهلك ومحفوظ يا جماعة لازم الاهتمام بالناشئين لازم الاهتمام بالملاعب لازم الاهتمام بالتوازية الناس كانت بتقول ده ان هو كلام مستهلك وبيطلع يتقال عشرية وخلاص لكن اللي شفناه في كاس العالم زي ما انت قلت اللي اربع اطراف اللي صعده سيمي فاينال هم اللي اربع اطراف او اللي اربع الدول اللي كان عندها بروشيكت شغالة عليه الناشئين من كم سنة من عشر وخمستاشر سنة التيم بتاع منتخب بلجيكا الاساسي الحداشر لعب اللي كانوا بلعبوا دول من عشر اتناشر سنة كانوا موجودين في جريدة بلجيكية بصوارهم وهم صغيرين وبيلعبوا مع بعض وبيلعبوا مع بعض ومطلعينهم مع بعض لا وفيه سيستم والخطة اللي بيلعب بيها وهو عنده عشر سنين والستايل اللي هو الستايل اللي وهو صغير يلعبوا اربع في الدفاع وبعدين 16 سنة يلعبوا ثلاثة وبعدين يلعبوا خمسة وبعدين نلعب ثلاثة بليبرو نلعب ثلاثة على خط واحد ونخلي ليبرو خط الوسط فيه سيستم يعني فيه سيستم ماشي انجلترا عملت كده وصعدت سيمي فاينل كان ممكن تقضي كاس عالم بلجيكا كرواتيا وفرنسا طبعا بطل كاس العالم اللي هي اكتر منتخب عنده مواهب لانه اكتر منتخب اشتغل على الناشئين النهاردة زي ما انت بتكلم عن كاس مصر دور ال 32 لكاس مصر لو فيه سيستم في النادي الاهلي او نادي الزمالك عشان يبقى عنده صف تاني يقدر يكون موجود في مباراة سهلة جدا زي مباراة الترسانة درجة تانية او مباراة مركز شباب من السمانون درجة تالتة يكون عندك فريق تقدر تصق فيه ويبقى بديل حتى لو غاب منك 10 او 12 امال انت نادي كبير ليه وامال انت نادي اقتصادياتك عالية ليه وليه عندك رعاية وليه الرعاية بتاعتك بمئات الملايين علشان تعمل ده انا عايز يعني نعمل حاجة كده مش عايز تيجي معايا ولا لاق فيها حنزعل مننا الاهلوية والزبال كوي احنا عايزين نحسب مثلا كام واحد من النادي الاهلي اساسي لعب موتش الترسانة يعني خلينا نفتكر كده مثلا علي لطفي جاي من بره علي لطفي كان جاي من امبي تقريبا من امبي وكان بيقف اساسي اه بالضبط كان اساسي وكان اه تالت او رابع احمد عادل يمكن ماشي احمد عادل ماشي وشريف اكرامي شريف الشناوي والشناوي تمام عندك اكرم توفيق برضو جاي من بره بس احنا بنتكلم يعني انا بتكلم على اللي كانوا بيلعبوا مع كارتيرو في الفترة انت بتكلم على الاساسيين مش اخر تشكيل يعني احمد فتحي مش من ابناء النادي الاهلي احمد فتحي بات اليمين الشناوي هو اللي من ابناء النادي الاهلي الشناوي خرج ورجع له هنتكلم عن تشكيل اساسي محمد الشناوي ابناء النادي الاهلي احمد فتحي جاي للنادي الاهلي نجم مع انه كان صغير السن بس برضو جاي يعني كان بانه مستوى من النجومية ايمن اشرف له نتكلم في قلب الدفاع من ابناء النادي الاهلي سعد سمير نادي اهلي ساليف كلبالي طبعا لعب محترف بنتكلم عن الباك الشمال علي معلول الاساسي محترف تونسي البديل بتاعه صبر الرحيل جاي من نادي الزمالك مش من ابناء النادي الاهلي خط الوسط حسام عشور اهلي طبعا عمر السلية جاي من الاسماعيلي لو بتتكلم عن يشان محمد من ابناء النادي الاهلي لو بتتكلم عن الخط الأمامي مؤمن زكريا هو مش من الأساسين ده سواء من أبناء النادي الأهلي خرج ورجع عندك مثلا وليد سليمان جاي برضو من سويس أحمد حمودي مش من أبناء النادي الأهلي بتتكلم عن خط هجوم صلاح محسن برضو جاي من أمبي مش من أبناء النادي الأهلي وليد أزارو مش من أبناء مصر يعني بتتكلم في 3 أو 4 يعني بالنسبة مثلا 30% جنش مش من أبناء نادي الزمالك النقاز مش من أبناء نادي الزمالك حازم إمام هو اللي من أبناء نادي الزمالك البديل بتاعوا اللي اتنين بيبدلوا مع بعض محمود علاء مش من أبناء نادي الزمالك حمد الوينش مش من أبناء نادي الزمالك الباك الشمال أبو الفتوح أحياناً بيلعب أبو الفتوح من أبناء نادي الزمالك من قطاع الناشئين خط الوسط طريق حامد جاي من برة جاي من نادي سموحة مين تاني بيلعب في خط الوسط فرجاني ساسي جاي من برة بالزبط البودلاء بتاعهم محمود عبدالعزيز من برة ودونجا من برة خط الهجوم أوباما من أبناء نادي الزمالك محمد إبراهيم من أبناء نادي الزمالك إبراهيم حسن إسماعيلي مدبولي وأيمن حفني وعنطر كلهم مش من أبناء نادي الزمالك والمهاجم الأساسي كابونجو أو عمر السعيد برضو مش من أبناء نادي الزمالك نتكلم كل فرقة فيها تقريباً لتنين أو تلات لعب يمكن الأهل أزياد بلعب بس برضو مش هي النسبة اللي نقدر نقول إن الفريق واتنين لتلاتة دول منهم بيبقى فيه ناس على الدكة يعني مش موجودين في المسكور بتاع الحداشر لعب بالزبط إذا كان يعني نادي الأهلي ونادي الزمالك مش قادرين يعملوا ده فدي مشكلة كبيرة يعني مش قادر تخرج على الأقل لخمسين ستين في المية من تشكلتك تبقى من أبناء القطاع الناشئين بتاعك وانت قادر تطلعهم دي مشكلة كبيرة في ناس بقى تقول لك إحنا في عصر الاحتراف يعني أجيب لعيبة عندي أجيب لعيبة خلي الناشئين دي تبقى فيه مفرخة في الأندية الصغيرة هي تطلع على عيبة والفرقة الكبيرة تشتري والله هو ده ستايل بس في ظل الظروف اقتصادية برضو إحنا ما تيجي عندك مشكلة إن النادي الأهلي مثلا في المركاتو اللي فات ما كانش عنده الاقتصاديات والفلوس اللي تخليه يعمل مركاتو قوي هو الأهلي كان مثلا محتاج تدعين في خط الدفاع هنضرب مثلا في قلب الدفاع جاب لعب واحد اللي هو ساليف كل بالي وفي وقت متأخر وفي المقابل جاب مثلا أحمد علاء من الداخلية قبلها وجاب الجزار ده ناشئ برضو من درجة تانية الجزار من ولاد النادي الأهلي جاي من بره جاي من بره الاتنين المساكين اللي كانوا بيلعبوا مطش الأخير فإذا ما كانش عندك قدرة إن انت تشتري مدافع أو اتنين مدافعين سوبر تسد صغرة عندك في قلب الدفاع اللي ظهرت مثلا في مباراة الترسانة لما سعد سمير غايب عنده مشكلة واي من أشرف منتخب مصر فتر أو سالف كل بالي من أشرف أنت أصلا ده باك شمال باك شمال أه عشان برضو عندك مشكلة يعني هيلعب النهاردة أساسي باك شمال منتخب هيلعب في الغالب أساسي إن شاء الله فإذا كان عندك المشكلة دي إن انت ما انتش قادر تطلع من تشتري على مستوى الأسعار دلوقتي عشان تشتري من شمال أفريقيا ولا تشتري حتى مدافع أفريقي بتدفع احنا دلوقتي شمال أفريقيا بقوا بيعاملوا معاملة المصريين بالضبط ما هو دي مشكلة بقى جديدة يعني احنا كده داخلين على سكة ايه ما هو ليه يعني أنا عاب تقلبها يمين شمال شمال يمين بصراحة تم مصالح مشتركة ايه أنا برادي الأهلي والزمالك عشان المشاكل اللي حصلت في الآخر عشان الأهلي عنده لعيب تونسي والزمالك عنده اتنين لعيبة توانسة والأهلي عنده لعيب مغربي والزمالك جاب اسمه حداد حميد أحداد وتمام فلعيبة شمال أفريقيا القرار دا لم يدرس فنيا تماما يعني أنا أشك ان فيه لجنة فنيا في اتحاد القرى المصري خلينا نتكلم عن المصري لان احنا هنبقى أكتر متضررين لان احنا أكتر ناس بتدفع وإذا القرار دا تطبق هتلاقي بقى من أول الموسم الجاي هما بيكلموا في شهر 12 لأ لان نروح نشوف تونس والمغرب والجزائر فيها كام لعيب مصري مفيش احنا الكورة فيها فلوس أكتر في مصر فاللعيب المغربي أو اللعيب التونسي اللي بياخد مثلا هناك واللي يكون مثلا 100 ألف دولار هيجي ياخد عندك 300 ألف دولار في السنة واللي هيجي مصر دا اللي هو يعني مفلحش ان هو يطلع أوروبا آه بالضبط بالضبط هو انت عندك اختيار تاني هما برضو بيبصوا الاقتصادين على فكرة فيه أندية مصرية بتدفع أكتر من أوروبا يعني فيه لعيبة من شمال أفريقيا جات المعروض عليها في أوروبا كان أقل من معروض من أندية مصرية زي مثلا وليد أصغار وفرجاني سايس يعني اختاروا النادي المصري لأن الفلوس هنا دفعت أكتر فانت توقع ان انت هيجي لك جيش من لعيبة شمال أفريقيا ليبيا لعيبة اللي بيين هتلاقيهم منتشرين في الأندية المغربة طبعا والتوانسة والجزائريين هتلاقي التشكيل يعني انت خلاص وارجع بقى طلع استثناءات يا جماعة ما عندناش في مصر محترفين في حراسة المرمى يا جماعة احنا ما عندناش راس حربة في منتخب مصر فاحنا مش هنجيب محترفين روس حربة وبعد سنة اروح لاغي القرار بتاع شمال أفريقيا هو هتلغي ست شدو واتكلم بقى قايمة تبقى 32 ولا 35 وفيها أربع لعيبة أجانب ولا أربعة من شمال أفريقيا وودنك منين يا جوحة لا وهتجي تلغي هتلاقي مثلا نادي زي نادي الزمالك أو نادي الأهلي عنده عشرة من شمال أفريقيا ومشى أقصادهم عشرة فانت بتلغي القرار النهاردة فبتورت الأندية تاني زي برضو قررت تلات محترفين أجانب لا أربعة لا تلاتة في قيمة المباراة لا خليهم أربعة طب تلاتة جوا الملعب لا خليهم أربعة اللي هو كل يوم بقرار شكل لا السوري يعامل على إنه مصري لا ما يعملش على إنه مصري اللي هو تخبط لدرجة السمالة زي ما بيقول يعني مفروض اتحاد الكرة ده كان أول ما مسك إحنا كنا مستبشرين خير بقى يعني مع الاحتفاظ بالألقاب يعني هانيا بوريدة وحزم إمام مجدي عبدالغني أسمات إيلا طبعا أسمات إيلا يعني فيه أسامي قولنا بقى يعني الجيل اللي طالع جديد ده حزم إمام وسيف زاهر ومعهم هانيا بوريدة وكان في الاتحاد الدولي ده يعني بقى حيزبطوا الدنيا أحسن تصبيت طبعا لا هو فيه قرارات كتيرة زي ما ليهم حسنات وليهم أشياء كويسة يعني احنا بنناقش مشكلة دلوقتي مش منزم في الاتحاد لا هذا القطاع مش فكرة زم لا أول عموما الانتقاط مسموح بيدة طبعا فهذا الملف في ملف في الناشئين أو ملف إدارة الناشئين في الكرة المصرية في مشكلة احنا كان عندنا مشكلة في كل منتخبات الناشئين السنة اللي فات يمكن اللي يعني نسينا الإخفاقات هو صعود منتخب مصر في الكاسر العالم وحتى أدى بشكل سيء فكانت حتى الصورة بعد كاسر العالم كانت سيئة يعني عشان نقفل النقطة بتاع شمال أفريقيا ده إذا كانت الأندية المصرية أو القرى المصرية ممكن تستفيد من هذا القرار هيكون في حالة واحدة إن انت تفتح إن اللعيبة بتاعتك تخرج من وياس غراء تسافر برأ أوروبا احنا بنعملش كده فإذا انت اللعيبة المصر بتاعك هترجم على رفع كذا مثال في الزمالك وكذا مثال في الأهلي مش هنعمل ده هي محمد هاني الأهلي فضل ما عاده مش هنعمل ده في الزمالك مصطفى فاتحي مصطفى فاتحي نفس الشيء أحمد حمدي في الأهلي في بردوغال وهاحمد حمدي ما بيقديش يعني من ساعة ما مستوالزل جدا مش موجود في المبادرة أول مبارح ده بقى يخلينا نروح لدول 32 الأهلي والزمالك مطشين صعبين جدا جدا من فرق كامل الاحترام ليها بس ما بتلعبش دوري ممتاز ما بتلعبش درجة أولى يعني الأهلي دايما بيقول الأهلي بمن حضر والزمالك فيه كامل عيب من الزمالك في منتخب اتنين تقريبا حمدي الوينش وطرق حامد وجنش تلاتة تلاتة يعني احنا بنتكلم ان من 11 لعيب يعني احنا ما عدناش 70% والنقاز وساسي مش موجودين بس حميد ما بيلعبش أساسي يعنينا بنتكلم ان فيه 6 لعيبة تقريبا أساسي في نادي الزمالك كان بتلعب الماتش من 11 والأهلي كان فيه مثلا 3 أو 4 لعيبة النسبة أقل شوية في الأهلي كان الشناوي مش موجود مع الإصابات كان فيه إصابات وكان فيه لعيبة في منتخبات يعني لو افتقرنا كده تشكيلة الأهلي من أول علي لطفي علي لطفي باكي من أكرم توفيق أكرم توفيق وعلاق والجزار وكان الباكي الشمال صبري رحيل في خط الوسط كان هشام محمد وكريم ندفد مو من المفروب نعتبره لعب أساسي بالضبط هشام محمد يعتبر بديل أول بسهو بيلعب من ساعة مسؤولية صاب بالضبط فيعتبر نعده من اللاعبين الأساسيين بقية الخط كان الأمامي كان أحمد حمدي أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وحمد شريف فيعتبر إلى حد ما اللاعب الأساسي اللي كان موجود ومش هنعتبره أساسي في الفترة اللي فاتت كان مؤمن زكريا ومعه شام محمد بس كان عنده على الدكة برة شريف إكرامي وعنده حمدي وهو حتى السبت يمكن ميدو جابر من القيمة في آخر وقت كان عنده من الأساسيين إسلام محارب نصر ماهر كان ونصر ماهر كان موجود نصر ماهر بعيد من فترة نصر ماهر الحقيقة من برضو من الغاز في الكرة المصرية من المواهب اللي كنا المفروض منتظرين منه كتير لكن برضو بدأ كده يمشي في سكة مش يعني نتيجتها معروفة يعني مش عايزة أقول نفس السكة للأسف اللي مش فيها لعيبة كتير كنا مستنيين منها كتير يعني وفي الأهل في أمسلة كتيرة موجودة لغاية دلوقتي يرجع هو يعني والله كنا صالح جمعة ده كنت منتظر منه لتكسر الدنيا انت بتكلم في مواهب رجله تتلفف حرير من طراز علامي يعني احنا مش هنبالغ لو قلنا ان لعب زي صالح جمعة ده لو كان اهتم بموهبته من زمان كان زمانه فعلا في كلاس تاني خالص غير اللي هو فيه دلوقتي يعني عبدالله السعيد اللي كان يعني مع كامل الاحترام ليه لعيب مهم جدا اللي كان بيتقال مروش بديل صالح جمعة لو كان رجع بمستوى كان يقعد لا هو كمان كان انا انتقد صالح عنده امكانات اللي أصغر في السن فقفت أكتر بالضبط لا صالح كان عنده يروح أعلى من كده صالح كان يروح صالح في مصر بيحط طبعا طبعا يعني بس يعني كالعادي كالعادي اوه بتحصل كتير في مصر فاحنا بنتكلم بقى يعني اللعيبة دي مش مبرر المفترض المفترض ان الصف الثالث في أهلي وزمالك يبقى أحسن من قمدية الدرجة التالية بالضبط لان لعبة صف الثالث في الأهلي والزمالك بياخد اللعيب اللي واحد بياخد في السنة قد الفريق بتاعتها السنة على مينيسا منودة بياخده في موسم كامل الفريق كله وكل اللعيبة اللي احنا قلنا قسميها دي لعبة درجة أولى ولعبة مع الأهلي في ماتشاط اه ما لعبوش مع بعض بس لعبه ماتشاط لا ولعيبة ستارز يعني هو بديل في النادي الأهلي لكن لو في أي نادي تاني في الدوري الممتازة هيبقى لعب وبعضهم لعيبة منتخبات لعيبة دولية فانت قبل الموسم ما يبدأ الأهلي والزمالك وكل الأندية الكبيرة عارفة انها دخلت نفس على أربع بطولات او الأندية اللي بتشارك في أفرق عندك دوري وعندك كاس وعندك دوري أبطال إفريقيا وعندك بطولة عربية فلو ما كنتش انت مجاهز نفسك لا تلومن إلا نفسك نهاردة الأهلي بقى وجوبة بيصعد لدور 16 نادي الزمالك بمعاكزة بيصعد لدور 16 الملاحظة بقى الجيدة يعني ان فيه أندية صغيرة بتلعب بحماس وخلاص لكن فيه أندية بتحس ان فيه فكر في المرحب يعني انا عجبني جدا جدا مركز شباب منت سمنود مبال وعايز أفكر الناس من مركز شباب لأنه هو الفكرة ما كانوش ان احنا بنلعب بروح وبنخبط وبنضيع كرة وخلاص جناس كانت نزلة لها سيستم وفلسفة وتاكتيك معين بيلعبوا عليه طول المباراة يعني طول المباراة هم بيلعبوا بتاكتيك معين لما أريين فرقة الزمالي هم ليهم هم عارفين ان إمكانياتهم بتأهيلهم للعبة واحد ظهر ان ما فيش فرقات كبيرة ما بين اللعب المصريين هو ده اللي حسيت أو ده الرسالة اللي وصلتنا يا جماعة يعني لما العيب النهاردة بيطلب تمانية يعني مؤمن زكريا مثلا بيطلب من الأهلي دلوقتي يجدد بسبعة وتمانية مليون هايجدد خلاص يعني هايجدد هو أكيد هايجدد فالمؤمن زكريا مقدمش بقاله كتير اللي مؤمن زكريا ضيع كتير في الموتش ده يعني ده ومش ده كمان واللي قبله واللي قبله انا بس بدرب مثال كان كي فرصة موتش ده كان لوحده تماما سهلا جدا اه ده لوحده تماما ودي تكررت في كذا موتش انا بدرب بس مثال بمؤمن مش مؤمن تحديدا كشخص انا لانه ده الحالة اللي موجودة دلوقتي زي مؤمن فيه في الزمال الكتير وفيه في الاهل كتير احنا السوق هرب مننا يعني الاندية التضارب اللي احنا بقى بدأنا به الحلقة بتاع الجماهير ما هو ده بدأته ادارات الاندية يعني احنا بناتهم الاعلام واللي احنا فيها احنا بنحب نجلت ذاتنا بس احنا كمان يشترك مع هذا القطاع الاعلام الغلط ادارات الاندية اللي بتدخل تضارب علشان مجرد النادي الاهل احرم الزمالك من صفقة فاروح عزايل عليه ونفس الحكاية نادي الزمالك عشان مجرد يحرم الاهل من صفقة هو ما بيقاش محتاج وده بيقصر عنا خلاص ما هو ده رفع ما ده رفع كل حاجة خلى اللعب المصري المستوى متوسط يطلب زي السوبرستار احنا يا جماعة احنا بندفع في السنة للعيبة عقود اكتر من دول في اوروبا كتير يعني هي موهبة عظيمة جدا جدا بس 35 مليون وقعد على الدكة في النادي الاهلي اللي هو صلاح محسن صلاح محسن موهبة رائعة ولد يعني ربنا يحميه بس في الاخر الاهلي دفع 35 مليون يعني يعتبر اغلى لعيب مصري دلوقتي او طبع هي مشكلته انه عندك الاساسي وليد اظهاره بس انت تقدر تستغله يعني تقدر تستغله لانه بيدي كل مبينة بيدي في كل مبينة تانية انا السؤال بقى الاخير عشان احنا وقتنا خلص خلاص النهاردة في مطش يعني الناس مش مهتمية اوي بي يعني حاسين ان احنا هنكسب هنكسب خلاص ربنا يسهل يعني تضم وقطع يعني ما بين بقى مصر والسوازيلاند او زي ما بيسموها دلوقتي يسواتين اعرف منك كده سريعا التشكيل المتوقع عشان اختم به طيب نبدأ بالتشكيل اعتقد يعني والواضح من التدريبات ان محمد الشناوي هيبدأ اساسي في نسبة ضئيلة الجنش لكن محمد الشناوي الاحتمال الاقرب هو اللي يبدأ اساسي احمد المحمدي هيلعب في مركز الباك اليمين مركز قلب الدفاع غالبا عمر طارق هو اللي هيحل محل احمد حجازي البديل بتاعه من بعيد ممكن يكون علي جبر لكن عمر طارق هو الاقرب هيكون معاه باهر محمدي اه في امريكا اه باهر المحمد هيكون قلب الدفاع تاني زي ما لقى في ماطش النيجر باك الشمال غالبا هيكون ايمن اشرف اشرف الاتنين الدفندرات غالبا علي غزيل ومحمد النني اه هيبقى بلايميكر عمر واردة هيكون موجود ريزيجية ومحمد صلاح ومارغان محسن هو مهاجم الوحيد اللي موجود مفيش حد مهاجم الوحيد اللي موجود حاليا مع اه مع كوكا تمام هنكسب ان شاء الله وده يعني لو هنقول بقى سريعا ده من حظ اجاري الجيد ومن حظنا الجيد انه بدأ بالنيجر واثنين سوازيلان يكتسب ثقة ويجرب العيبة اولا نجبه احنا مني مع تونس ان شاء الله ربنا كريم استاذ وليد الحديدي النقد الرياضي بجريدة الهرام بشكرك شكرا جزيلا انتشرفتنا وانا وورتنا انا اللي تشرفت وسعيد بالتواجد معيك وعلى سي بي سي اكسترا وتحيتي الجميع الله يخليك شكرا جزيلا ليك وبعد الفصل هيكون معانا في الستوديو مخرج فيلم القرار الاستاذ عبدالجواد ابراهيم الفيلم اللي هتعرض انبارح في الندوة التسقفية للقوات المسالحة الندوة التسقفية 29 اللي كان حضرها بكل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حنقش مع عضفنا تفاصيل صناعة الفيلم التسجيلي اللي بيرصد القرارات المصرية الهمة في تاريخ مصر استنونا موسيقى 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 اهلا بيكو مرة تانية انبارح زي ما تابعنا كلنا الندوة التسقفية لقوات المسالحة رقم 29 كان فيه فيلم بيعرض خلالها فيلم القرار الحقيقة ان فيلم القرار اللي اتعرض كان بيناقش اهم القرارات المصيرية المؤثرة في تاريخ مصر عشان نتكلم اكتر عن الفيلم وتفاصيله مشرفنا في الستوديو مخرج الفيلم الاستاذ عبدالجواد ابراهيم صباح خير صباح الفيلم تسلم ايدك ربنا يخليك عايزين نعرف بقى يعني بداية الفيلم يعني ازاي جات الفكرة وهل حد كلمك قالك احنا عايزين نعمل الفيلم عن الجيش وعن القرارات المصيرية اختيارك للموثلين يعني احكي لنا كده بداية الفيلم ازاي بداية الفكرة كانت يعني للشون المعنوية هم حبوا السنة دي يعني بالتحديد يعملوا حاجة مختلفة عن كل سنة ودي يمكن الاول مرة في تاريخ ندوات التسقفية للجيش بيتقدم فيها فيلم روائي يعني كانت المتعودين عليه قبل كده كانت بتبقى حفلات غنائية كانت بتبقى فيه افلام تسجيلية قصيرة لأول مرة يبقى فيه فيلم روائي هم حبوا السنة دي يناقشوا اكتر من فكرة من ضمنهم فكرة القرار او القرارات المصيرية في نفس الوقت هو فكرة التطرف في القرار لدى بعض الشباب يعني مش كل الشباب زي ما فيه تطرف ديني فيه تطرف ايضا في القرارات وهو هنا اللي هو بيحصل خلط ما بين المغامرة غير المحسوبة والقرار ان حد يبقى مغامر مغامرة غير محسوبة تجي تسأله وقولك والله ده قرار يعني الفيلم احداثه بالدور او الفكرة كلها الرئيسية يعني بالدور ان الفيلم بيربط ما بين الماضي والحاضر والمستقنى الماضي اللي هو بيتمثل في اب عنده ولدين ولد من المفترض ان هو بيحارب في سيناء بيحارب في سيناء والابن التاني من المفترض ان هو مهندس يعني فهو الراجل كان عنده حلمين او عنده حلم يعني انه هو يبقى عنده ولد بيدافع عن الارض والتاني بيبني بحكم نشأته ان هو راجل كان عاصر في حروب الاستنزاف وحارف اكتوبر وبالمناسبة الاستاذ احمد في وقت سليم مر بالتجربة دي بالفعل يعني يعني يمكن فيه حاجات في الفيلم هو كان بيقولك دي كانت بتحصل معايا يعني كان دايما لما نيجي نكلمه مثلا على موقف معين من المفترض عايزين نقوله وقولك ده حصل ويحكينا موقف تفاصيله شبيهة بالموقف اللي احنا قلنا اه الفيلم ببساطة جدا يعني هو بيكلم كمان على فكرة القرارات الفردية الفرق ما بين القرار الفردي والقرار اللي الدولة بتاخده او اللي الامة بتاخده هنا لو حضرتك خدت قرارك كقرار فردي فانت متحمل نتيجة قرارك فلو اخطأت الخطأ ده او نتيجة هذا القرار سيعود عليك لوحدك لكن الامة عندما تخطأ في اتخاذ قرار فده بيعود وده اللي قاله الفيلم اه وده اللي قاله الفيلم فرسالتون هو بيقولك ان في قرارات بتبني امم وقرارات بتفني امم اه والفيلم طبعا دلل البطل هو البطل ده شاب من المفترض مهندس شغال كويس يعني مش اه وفي نفس الوقت برضو عشان بس ما حصلش خالط في فكرة انه احنا هو احنا ضد السفر لا احنا مش ضد السفر خالص والبطل حتى هو صحابه بيكلموه بيقولوله انت مسافر ليه يعني انت مسافر تشتغل يعني هو قريدي شغال هنا وشغال مهندس شغال في شركة كويسة جدا اه وعيش عيشة كويسة جدا بس هو حاسس او شايف ان امكانياته اكبر من حدود البلد دي وشايف ان البلد دي فيها ظروف ومش لازم يستحملها وشايف ان انا ممكن يبقى في بلد اخرى بلد الماء يعني يبقى الظروف فيها احسن فتستوعد قدراتي فانجح فيها اكتر وكده وده طبعا في عمر الامة ما ينفعش يعني ما ينفعش ان الشباب في اي امة وفي اي دولة يجي فترة كده اقولك والله البلد دي مش مناسباني انا في بلد تاني ممكن تقدرني احسن فهروح عيش فيها وما انت قريدي شغال في بلدك يعني اه القرارات زي ما قلت لحضرتك فكرة القرار الدولة بتاخده او القرار الافراد بتاخده مختلف تماما يعني ودللنا طبعا هو والده دلله بيقوله ان في حروب الاستنزاف مثلا كانت قرارات وفي حرب اكتوبر له انه هو الولد بيسقط على القرارات اللي موجودة دلوقتي هو شايف ان الحياة الصعبة اللي عيشها دي مش مش مفروضة عليها هو مش لازم يعيشها فابو بيدلله ان احنا ان مصر عيشت فترات كتيرة جدا مرت بصعود وهبوط ولكن الشعب دايما كان واقف في ان هو يبني بلده ان هو ما يهربش ان هو ما يستسلمش وده حصل في حرب اكتوبر وحصل في حرب الاستنزاف وحصل في قرارات امي الساد حصل في قرارات كتيرة جدا قرارات شعبوية اكتر من ان هي قرارات فردية يعني فهو الولد حتى هو بيجادل ابوه شايف ان هو ان القرارات اللي موجودة دلوقتي في البلد دي بتظلمه هو كشاب يعني اختيار بقى الممثلين يعني ازاي شفتوا كل حد من تكليفي بالفيلم ده ممكن قبل الندوة بالزبط ما اقل من شهر بكتير جدا اوكي وكل المؤشرات كانت بتقول استحال ان احنا ننفذ الفيلم مش هتلحق اه فلكن الامانة يعني الجماعة في الجيش وخاصة شو المعنوية يعني تسخروا لك كل الامكانات لا هم عندهم حتى دايما كانوا بيقولوا كل ما اقول يعني الموضوع صعب في حاجة كان قولوا احنا شغالين احنا بنعمل حاجة لأكتوبر وشغالين بروح اكتوبر فما كنتش بقى فهم الموضوع ده لان هي الحكاية على قدمها قصيرة بس فيها فيها تفاصيل كتيرة جدا انت مدة الفيلم تقريبا 18 اه 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 بس هو الفيلم يعني صعوبته في ان الفيلم في مجموعة من الرسائل المباشرة والغير مباشرة يعني الفيلم بيخاطب كل التوجهات يعني بيخاطب فكرة شاب عايز اخد قرار يعني واخد قرار خطأ يعني يتكلم برضو على فئة المدرسين ان صاحبه هو قريدي مدرس و هو فخور بمهنته والتاني نظر له يعني تخيل واحد بيقول له انا مهندس و عايز اطفاش من البلد والتاني مدرس و انا مش عايز امشي من البلد دي يتكلم على فكرة القرارات الكتيرة الجدا اللي خدتها الدولة وان في قرارات زي قرارات الاخيرة القرارات الاقتصادية اه 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 قرارات مهمة وحاسمة من وجهة نظر الدولة في بعض المواطنين شايفين ان هي مش اه مش من المفترض ان هي تبقى موجودة دلوقتي يعني اه فالفيلم في مجموعة من الرسائل المختلفة المباشرة زي ما قلت لحضرتك والغير مباشرة فكان لازم اه اولا ان احنا لان احنا يعني يعني في رسائل مش متقالة بال يعني مش بتقالة بالحوار بس متقالة ممثلين مثلا يعني مثلا احمد اه اصدي محمد عز اه اللي هو من المفترض عامل دور خالد هو كل الناس شايفاه فعلا ان هو عاش نفس الحالة يعني يعني هو عاش نفس الحالة الظابط كريم كريم بقى له تجربة مختلفة تماما كريم بالفعل كان هو ممثل اه وكان مجند اه بزابط احتياط وخدم في سينة اه اه فهو كان عايش الدور جدا يعني كنا كل ما نيجي نكلمه على حاجة هو كان حقيقي يعني هو بقولك انا مش بمثل انا بقول اه والستاذ احمد فؤاد هو عاش فعلا الفترة دي فيعني كنا هو كان فعلا بيكلمه يعني 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 عايز اقولك ممكن الحوار اللي كان مكتوب يقولك هو ده الكلام اللي كان جواه اللي انا عايز اقوله في الحتة دي لان انا عيشت المرحلة دي انت شغلت معهم على الحوار اه اه اشتغلنا جدا على الحوار وبعدين احنا كنا حابين ان احنا نوصل رسائل مختلفة عن لان فيه ازمة كبيرة جدا اه ممكن انا كان ليه الشرف ان انا اروح اه يعني اشوف ابطالنا اللي بيحربوا في سينة دلوقت يعني عايز اقولك هي حرب لا تقل عن اي حرب خدتها البلدي حرب بمعنى الكلمة يعني ده قبل التصوير الفيلم اه 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 فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واخوه في وادي هو في وادي فاحنا دايما طب احسس اخوه ايه لما يحس ان اخوه ده هو مش حاسس بيه قصر مش حاسس بيه اللي بيعمله عشان البلد ومش حاسس بيه وابوه برضو كل اللي عمله ده حاسس ان ابنه مش حاسس بيه وعايز يسيب البلد وعايز يسافر وحاسس ان البلد دي ما فيقاش حاجة انت فهمني فهو زي ما بقول لحضرتك فكرة الاختيار الممثلين طبعا للامانة يعني انا حسيت ان ربنا وفقنا كتير جدا ان كل واحد كان ان جدا في الدور بتاعه يعني عز او او كريم سرور او كريم عبد الجواد او الاستاذ احمد فواد او البنت الصغيرة دي ما دي حكايتها حكاية دي ما دي من المفترض هي بنت الزابط اللي هو شريف اللي هو كريم عبد الجواد ودي ما دي هي الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل يعني هي الفكرة كمان بتاعت الفيلم هي فكرة مرتبطة بجزء مصرحي هي الحط وهي فكرة جديدة برضو نعملها اول مرة مرتبطة بجزء مصرحي بيحدث قدام السيد الرئيس وقدام الحضور في الحفلة هي هما من المفترض هي خارجت من الفيلم فطلعت قدامهم على المصرح هي خلاص سمعت الحاضر والماضي اللي ما بينهم اشكالية يعني اللي هو موجود دلوقتي في مصر اه اللي هو موجود دلوقتي في مصر يعني هتلاقي دلوقتي في الشارع المصر في خلافة على الماضي وخلافة على حاجات في الحاضر تفاهم مصر اه طبيعة بشارية اه هتلاقي فيه صدام لكن هو الجيل اللي جاي هو مش عايز الصدام ده اه 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 مش عايز الصدام ده يأثر على مستقبله يعني هو مش عايز الصدام ده ان عمها يسافر وما يكملش بنا هو رجل مهندس ومش عايز الصدام ده يخلي اه ولدها ما يروحش يحارب في سينة ومش عايز اصدامنا هو احنا بنتكلم هنا هو الفيلم هو نموذج لأسر كتير مصرية طيب البنت كانت يعني أدقها حاضر جدا على المصر هل عملت كاستنج لعدد من الأطفال اخترت منه ديما كل الولاد اللي زهروا دول بالفعل هم ممثلين وشغالين فاشتغلوا في أفلام كتير جدا وهي ديما بالتحديد يعني اشتغلت في أفلام قبل كده وهي احنا لما جينا نعمل كاستنج احنا كان في دماغنا يعني انا بكلمك بأمانة كان في دماغي حد هي نفس موصفات ديما يعني لجوة دماغي حد روحنا وقعدنا وشفت انا شخصيا يعني شفت حوالي 35 بنت في نفس عمره واخر بنت خالص انا بكلمك يعني حكاية كده من اللي بتحصل في الحكايات يعني وانا مش مقتنع يعني انا لدرجة ان انا جبت ما بين اتنين كنت خلاص يعني هختار واحدة منهم وهي دخلة في الاخر خالص كان في خلاف كده بينها وبين بنوتها ولا مش عارف ايه فهي زعلانة فعجبني جدا وعجبني جرائتها ان هي جريئة جدا انها تطلع قدام هذا الجمع وخلي بالك يعني هي عملت بروفات مش كتيرة قبل الحفل يعني اه فالبنت اه قريدي جريئة وشاطرة وبتعرف تمثل كويس جدا يعني يعني مثلا احنا عشان وقت الوقت كان مضغوط جدا فكنا بنمثل يعني عشان نصور الفيلم ده كان وقتنا مضغوط جدا فجيه من المفترض هي كان لها هي بنموتة صغيرة وكنا بنصور بالليل فعادنا نصور هي كان لها مشهد في اول الليل ففضلت معانا في لوكيشن صهرانة وكان عندها تصوير بالنهار تاني يوم ففضلت بتصور يعني يعني انا كنت مقلق منها جدا ولكن بصراحة انا استغربتي يعني 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 في ناس كبيرة معانا كانت خلاص سقطت مننا لكن هي ما شاء الله عليها هي متمرسة جدا وبتمثل حلوة قوي وحتى لما طلعت على المصرح يعني القاعة كلها اعجبت بأداء طبعا هايز اسألك بقى على مرحلة المونتاج عادة يعني الناس بتبقى حتى هامش لمدة الفيلم يعني الفيلم ده هيبقى مثلا في حدود الساعة ونص الفيلم ده هيبقى عامله رواية قصير هيبقى في حدود الربع ساعة انت كنت محدد وقت من الاول اتخرج بيه ولا صورت مشاهدك وبعد كده المونتاج هو اللي حكمه لا لا احنا كنا محددين وقتنا بالتحديد يعني ربع ساعة وبصراحة لقينا واحنا بنشتغل يعني لقينا حاجات معينة كده ضفنا حاجات وبتاعه الموضوع وصل لحوالي 17-18 دقيقة ده غير العرض اللي هيحصل على المصرح ولكن يعني لظروف الحفلة يعني فالفيلم بقى في نسخة نسخته الحالية يعني اللي اتزع بيها او لظروف توقيت الحفلة بقى حوالي كله على بعضه بالعرض كله 17 دقيقة يعني هو حوالي قللنا منه حاجات طب شلت تقريبا ديها ونص دقتين اه يعني حوالي دقتين كده فهي مشاهد مختلفة يعني او حاجات معينة كده احنا لان هو الفيلم برضو اللي انا عايز اقول لحضرك عليه هو مش فيلم هو فيلم حدسي معمول لحدسي ماء بالزبط انت فاهم قصدي يعني مش فيلم معمول للسينما عشان يتعرض في السينما لكن هو فيلم معروض في حدس ماء عشان يوصل رسائل ماء انت فاهم قصدي وهو حتى يعني سيد الرئيس اسنع عليم بارح في الحفلة لانه هو سيد رئيس اصلا ما كانش حكال انا كنت لسه عايز اسألك بقى على ردود الافعال يعني ردود الافعال في القاعة وردود الافعال للناس اللي كلمتك بعد ما الفيلم تعرض انا طبعا يعني الكلام اللي بتقال في الحالات دي انا ناس كتير يكلمتني والحمد لله بس انا انا بكلمك حقيقي يعني حقيقي الحمد لله كل الاراء كانت ايجابية بما فيهم سيد رئيس يعني سيد رئيس فيلم استفزوا جدا وده يعني اكتر حاجة اسعادة كل الناس حتى اللي موجودين في القاعة استفز السيد الرئيس جدا وسيد رئيس طلع وكلم وقال لهم انا عايز قال للناس حتى قال لهم انا عايز اخليكم تستطعموا الكلام اللي انتوا سمعتوه عشان وحكى لهم مواقف مختلفة وممكن ضرب مثل بيه الشهيد المنسي والارهابي اللي تم القبض عليه في ليبيا لان هما الاتنين كانوا في دفع واحدة اه فاحنا بنكلم برضو هما الاتنين احنا بنكلم ممكن تلاقي مواطن يعني اخوك مختلف معاك ممكن يبقى مختلف معاك في وجهات نظر بس مختلف معاك بقى في حاجات تاني كده فصلة فكرة الوطنية وفكرة البلد دي يعني ده خد قرار برضو ده خد قرار ده حد خد قرار انه هو يدافع عن بلد ومات واصبح يعني سرته مخلدة في تاريخ الامة المصرية الى مالة نهاية وواحد تاني حط نفسه في مكانة مختلفة تماما انه هو خد قرار مختلف برضو هو برضو هي نفس نظرية القرار اللي احنا كنا بنكلم عليه وانت لو قارنت الحالتين ببعض هتلاقيهم متشابهين جدا واحد عنده تطرف في القرار والتاني عنده تطرف ديني نفسه الخط الدرامي بس في الاخر هو القرار اللي بيخليك يأيدي نفسه احنا طبعا بمبارك لك جدا جدا على الفيلم الف موروك وتسلمي ليه وانستنى بقى نشوف حاجات جديدة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله باشكرك جدا الاستاذ عبدالجواد ابراهيم مخرج ومخرج فيلم القرار اللي تعالى مبارح فيه الندوة التسقفية 29 واستاذناك حندي فرصة بقى للناس اللي ما يدروش يتابعوا مبارح الفيلم يتابعوا معنا دلوقتي من خلال اتمنى انه يعجب الناس برضو اتمنى ان الرسائل اللي احنا حابين نوصلها للناس توصلهم بشكل كويس يعني ان شاء الله باشكركم جدا حضرات سيدة المشاهدين حسبكم دلوقتي مع فيلم القرار فيلم روائي قصير تعرض مبارح فيه الندوة التسقفية 29 للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اهم القرارات اللي اتخذت فيه يعني مش عايزة اعمل رابب او اقدلكوا اجمال عن الفيلم حسين حضراتكم بعد ما سمعتوا القائم الرئيسي على العمل مخرج العمل تتفرجوا وتشوفوا فيلم جيد في الصناعة ان شاء الله وعلى وعد اكون معاكم بكرة الصبح في حلقة جديدة من هذا الصباح كل سلام انت تايب يا جدو وانت بالصحة والسلامة ايه الورد الجميل ده انا اللي جبت الورد ده مع بابا يجدو عشان كده هتديك اجمل وردة لاجمل جنة هتضل كرسان وانطيق بابا ايه الاكتوبر سعيد عليك ان شاء الله انت بصح والسلامة سات النقيب انا احساسي بعد اكتوبر بيزيد لما بشوفك داخل علي وفي ايديك بكل ورد عارف يا بابا انا كل لما رجلي بتلمي سلام لتسينة بحس بكل اللي انتو عملتوه زمان بحس ان انا كنت معاكم ولا كل ما اكلمك في التليفون هناك بحس ان حتة مني هناك وان الحرب ما مخلصتش ان شاء الله ربنا هنصرك على الارهاب زي ما نصرنا في اكتوبر انتو من اصل يا فندم انتو من الوردونا الطريق حضرتك بجد اللي علمتني ازاي حارب على حد علمتني ان مصر عمرها ما اعتدت على حد بل بالعكس حروبنا كلها كانت دفاع عن الحق عشان كنا ربنا معانا في كل الحروب استأذنك انا بقى عشان روح اكمل مشوارك بقى شاسة النقيب شوفك على خير ان شاء الله ربنا احفظك انتو اللي زيك يا رب بعد ازاي السلام ذلك ان اعتقادي دائما كان ولا يزال ان التمني بلا ارادة نوع من احلام اليكذا يرفض حبي وولاي بهذا الوطن ان نفع في سرابه او في ضبابه من اهم دروس العبور في اكتوبر ان النصر قرار وارادة قرار لجيش وطني اراد تحرير كل شبر من ارضه وارادة لشعب وقف في ظاهر جيشه في كل الظروف وقامت وقدراته رغم كل المكائم عشان كده كنا متأكدين ان هنعد القناة وحننسف كل الموانع حتى لو صورها العالم كله انها مستحيلة حربنا في اكتوبر اكدت ان المستحيل لغا ما يفهمهاش المصريين وولما الشعب كله اجتمع على قرار ما فيش حد في الدنيا يقدر يهزمه وعشان كده كنا جيش وشعب شعرنا الله اكبر الله اكبر خلاص يا خالد ها مسافر بكرة اه ان شاء الله على طول كده يا خالد مش بتحسبها الاول يا صاحبي يا عم ندري حسب ايه بس هو اللي بينتحر بيفكر او اللي بيحسبها بقولكو ايه انا فعلي مكافي انا جاي اودعكم وقعد معاكم شوية يا عالم اللي مشوش هتتقابل تاني ولا لأ يا عم فالله ولا فالك ايه اللي بتقوله دي والله يا عم خالد كلنا فينا اللي مكافينا عشان كده لازم نسمع بعض عشان يا حبيبي احنا صحاب يعني او ماسمعتناش هتسمع منه تقسم بالله العظيم ان تتقول ايه كلام عشان انت نفسك لو جات لك ربع فرصة برر البلد دي هتسيبها وتسافر عادي لا يا خالد انا لا يمكن اسافر واسيب البلد ولا شرع ايه ولا غير شرعي في حد عائل يسيب اهل وناس ويسافر انا كفاء علي ان انا بعمل هنا الحاجة اللي بحبها وانا ببلد اللي زاك يا خالد عمره ما هيحس اللي انا بحسه انا بقلم تلميز من تلمزتي حاجة جديدة تنفحهم ومتفيدهم ما تعرفش ان اقدي ايه بكون فخور انا واقف في الفصل بقلم جيل جديد ازاي ابنوا بلدهم مش يسوها ويتفاشوا ماشا يا سيدي خليجي انت قعد وسط تبشيرك وتلميزك ومدرستك وانا هسافر وارجع وليجعت زي ما انت ما وصلتش لأي حاجة مش يمكن يحصل العكس النفس افهم يا خالد انت مسافر شغل ولا دراسة هتسافر كده والسلام اه هسافر كده والسلام طب الزمة ده كلام بقى مهندس شطر زيك عايز يسيب البلد بعد ما بقى فيها بدل المشروع ميل ويمشي ويسافر ودور على شغل من جديد عندك حق اللي انا عرفه يا خالد ان انت كنت شغال في شركة كبيرة ومحترمة وبرده كنت هيبقى ليك مستقبل كبير ومحترمة وانت اللي استبتها يهوب مزاجك مستقبل ايه انت عايز تقنعني ان انا في البلد هعرف اعمل مستقبل وكبير ومحترم اعم صلي اه طب بص يا خالد واضح كلا ان انت مسافر من هنا وانت مغمضانيك عشان يا خالد الفرق من هنا وهناك انك هناك بتمشي على كونانهم وهم مش كونانك انت هتفضى طول الوقت خايف لحسن يترضوك ده في حالة انك نجحت انما بقى لو فشلت وده امر وارد هتتكسر وهترجع تاني يا خالد هنا بس وانت مكسور وكده قفلت يا صاحب ايه يا باطل ودرامس جاهو ارجالك كويس ان انحيتوكو ازاك يا باص اللي معليكو قبل ان مرجع الكتيبة بقى كويس عشان كمان تلحق خالد قبل ما يطفش وخالد مسافر اه مسافر انت كمان خلص جيشك عشان تحصلنا جايز لو جيشي ما كان شفسينا وشفت اللي شفت كنت قلتلك يا ريت بس احنا تعلمنا ما نهربش بتعارف اول ما دخلت جيشي كنت بعدي الساعات لحد ما اجستيتيجي بالوقت انا مش اسيب كتبتي حتى لو بيش هلص لا انا ولا اي حد مش هنسيبها لما نظفها من الفرن اللي في الشوق استمرارا لمسيرة القوات المسلحة في ميادين الكفاح والشرف والتضحية واصل حماك الوطن تطهير شمال ووسط سيناء من دنس الارهاب اوه ده اللي بنواجه في سيناء اي دو الارض اللي احنا بندفع عنها ومش انسيبها ونهرب زي ما انت عايز تعمل انتوا ليه مصرين ان اللي بيضعوا على مستقبله في البلد بيبقى يا رب بص يا رب بص اول ما تخلص جيشك وتخرج وتصدم بالواقع اللي انت هتعيش فيه هتقولي الله نفسي وصدها اني مش هتفكر اغرف نفسك ما تبعيش تحصمني تعارف ايه الفرق بيني وبينك يا خلا ان انت ما بتفكرش اغرف نفسك بص انا اتعلمت من ابطال انت متعرفهمش ان انا ممكن اموت عشان غير يعيش وبالله ارحمك يا صاحب ما بتتكلم عن موت هقولك اننا ما بنخافش منه بالعكس صاحبنا هو بنشوفه كل يوم لما حد بيستشت بنفرح له لا فرور اللي على جسمنا ده بقى عزتنا وشرفنا بقى هو كفالنا اما انا عليك تسلمني عن ابوك يا خلا هو اللي علمني عن ايه رجو لو يعني ايه تضحيك خد قرارك بس خد برضو انت بهك لو مكمل في اتجاهك ابقى شوف مع مين هيتحدد مصارك خد قرارك وانت لو داخل تحدي اجمد اسبد وسعد واجه الليل اللي بيأخر نارك خد قرارك لسه قدامك معارك وانت لواجه تشارك خد قرارك خد قرارك موسيقى 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 أنا مش جاي ودعك ومش عشان أقولك إنك لو سفرت الدنيا هتوقف والبيت هيتهد أنا جاي عشان أفكرك بمراسك دي رملة سينة جدودك دمهم مخلوق بالرملة دي في حرب 48 و56 ودم أنا كمان لما تصبت في حرب للسنزاف وفي 33 سرعين خالد أنا نفسي يا ابني متسفرش بتفضل معانا هنا ومتغربش بابا أنا مش موزنب عشان بفكر في مستقبلي أنا لو قعدت هنا ميت سنة مش هقدر أعمل حاجة من فضلك سيبنا سافر ممكن أقدر أحقق لنفسي فيه لو فاكر إنك هتلاقي هناك اللي مش موجود هنا تبقى غلطان خصوصا اللي مبقى واحد زيك بسافر من غير هدف مش عارف ريح يعمل إيه انت يا ابني بتجري ورا صراع وانا معاشش في دماغك بابا من فضلك سيبنا سافر واجرب وانا هتحمل مسؤولية قراري حضرتك ربطني على كده يا ابني القرار ده مش كلمة بتتقال ده موقف موقف وتخطيط وتضحيات عشان القرار ينجح القرار ده ممكن ممكن يبني أمة وممكن يهدها يعني مثلا قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم كله لما رئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قرر يقامم قناة السويس عشان يبني السد العالي ورجع علينا حقنا هجمونا وحاولوا يفرضوا علينا إراضيتهم لكن بوعي الشعب وصموده انتصرنا وفي حرب الاستنزاف كان قرار شعب رفض الهزيمة والاستسلام وتحمل جننا تضحيات كبيرة عشانكم لا حد اشتكى ولا قالها هاجر وأسيب البلد وصمدنا لحد ما جات حرب أكتوبر وخذنا القرار وحاربنا وانتصرنا ورجعنا أرضنا محدش قال أسيب البلد وروح بلد تانية يكون الحياة فيها أحسن والأمن فيها أحسن وفي 25 يناير و30 يونيو لما الجيش قرر يوقف مع مطلب الشعب عشان يحمل بلد كان قرار والتنمية التنمية وكل المشروعات اللي بنبنيها في كل حتة زراعة وسكن وتعليم وسحة وطرق برضو كان قرار قرار ما يقلش أهمية عن حرب 73 بابا الحرب خلصت خلاص ومعادش في حروب تانية أصلا حرب إيه اللي خلصت انت بش شايف ولا إيه ومال أخوك في سينة بيعمل إيه بيتفسح الحرب لسه شغالة يا أستاذ وحرب قزرة إرهاب وإشاعات وفوضى عايزين يغرؤونا في الفوضى عشان يكسرونا خليك فاكر إن فيه شباب زي الورد بيموتوا كل يوم عشان إحنا نعيش نقول لهم إيه الشباب دور نقول لهم حرب إنتوا وصوبونا إحنا نهاجر عشان يبني مستقبلنا مستقبلك هنا البلد دي عايز الشباب اللي زيك شباب يدفوا عنها وشباب يبنوهم جدوا جدوا وشوفت الكاب حلو عليها إزاي جميل شوفي حبيبي أنا مش هقولك تعمل إيه بس اللي بيتاخذ قرار بيتحمل مسؤولية قراره هترجع تاني يا خالد هنا بس وإنت مكسور بس إحنا تعلمنا ما نهربش بابا جدوا ممكن أخذ ديه خديه يا حامد بابا 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 البابا بابا انا سمعت كلامك وسمعت ورقة واحنا الجيل اللي جاي ولينا قرار ولينا دول انا جدي اللي حرر سينا وابويا اللي بيحميها قررنا تبنوا المصانع وتكسروا عشان نها كل الموينة وعايزين كهرباء ومدرسة ومدن جديدة وحضرية فيها طرق مكباري وانفاء لنا وللأجيال اللي جاية وعايزين كهو تزرعوا وتحافظوا لزرعتنا ومياتنا وعليشاننا لازم تفكروا وتدوروا وتعاملوا البكرة وصحتنا كمان لازم تبقوا الفكرة امنوا المدارس والمساكل والطرق والسدور امنوا العقول وزرعوا الأرض ويحموا الوجود علشان المستقبل وعلشان توصلوا بينا ومعنا لبر الخير والأمان اذا كان الطريق لسه طويل فرحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة والأمل فينا ولينا عشان الحاضر وبكرة وزي ما انتصرنا في اكتوبر بالعزيمة والقرار كان بيدينا احنا روح اكتوبر هتفضل دايما طريقنا وسكتنا وده مش كلام ده طريق لازم نمشي ونؤمن بيه سواء كنا الحاضر او كنا بكرة وكل حلم كبير بدايته فكرة ولازم تعرفوا ان الأمل ما بقاش بعيد وإحنا لينا دور أيوا لينا دور لازم نحن منفق اهل خلينا نعم ونزاكر عشان متاع على بلدنا بينا ونساهم ونشارك كل واحد بدوره سواء كنت هبقى ظابط او مهندس او مدرس او طبيب المهم ان بلدنا لازم تتيب هبقى فيه شوية صعباته هبقى فيه شوية تعبه معلش نستحمل شوية وإذا كان جن عايزين ينجح لازم نوضح له الطريق ويختار هو الرفيق والرفيق هو العمل والجهر والصبر مش يقعد يتفرج وانت يلي بتسأل ايه اللي تعمل لنا تعالى بص بعنينا احنا شايفين وعارفين ان الاما البكرة كله لينا وعلى فكرة تجرسنا دايما شهير شيلة الفرسان اللي ضحى بروح عشان نعيش في أمان وتعظيم سلام لللي ضحى واللي هيضحى احنا بيس دينكم هتحول ورحبا عنكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة